اهلا بكم وكل جمعون طيبين خلينا اقول لكم انه الانجازات الطبية ومحاولة المجال الطبي لانقاذ البشرية وتخفيف الامها ده شيء مقدر جدا وشيء على مرر العصور كان اوبسيشن رائع رغبة رائعة ما هادش ينكر طبعا انه الام مثلا السيدات شيء مزعج للغاية ومعاناتهم شيء مزعج للغاية وانجاز الطبي ان انا اكتشف طبيعة هذا الالم وطبيعة هذا المرض وان انا عالجه وان انا اقدم على تخفيف الم هذه المرأة ده انجاز ما بعد انجاز الطب على مدار العصور انجازاته كثيرة جدا لحدش كان يصدق مثلا فيروس الادز اللي كان من فترة سيارة كان قاتل وكان محكوم بالاعدام على كل المصابين بما يرد الادز انه مع تطور العلاجات الكبيرة ودخول الهندسة البراصية في التعامل مع علاجاته اصبح الان ممكن جدا السيطرة على الاعراض وابقاء الحياة الى شكل بشكل كبير جدا متوازن غير ده فيه مثلا السل تيبركلوزز اللي كان مرض عنيف جدا وقضع على الاف القرى وعلاف العائلات واودة بحياة الكثيرين مع تطور علاجاته اصبح التيبي مرض مسيطر عليه ويمكن القضاء عليه ده الكلب الريبس ده كان مرض خطير جدا وما زال طبعا مرض لكن فيه تطور كبير جدا مضادات الحيوية ومضادات ده الكلب قدرت تسيطر عليه وتقلل منه الطعون كان يعني الطعون ده كرسى وكانت يعني سموه حتى الوباء لسود وحاجة قاتلة جدا اتذنى العلم الطبي قدر يسيطر عليه اضف لكده برضو الزهري الزهري ده من امراض اللي كانت خطيرة جدا جدا الزهري كان من الامراض شديد للانتشار في القرى السبعتاشر والثمانتاشر دلوقتي اصبح الزهري مرض تاريخي ومسيطر عليه بشكل كبير صحيح تواجد لكن البنسدين قدر انه هو يخذ عليه سرطان العنق الرحم او رام اللي فيه سرطان العنق الرحم ده يعني او ده يعني مثلا في امريكا سرطان العنق الرحم ادر يتسبب في وفاة قد ايه في وفاة في 2010 اربع تلاف امرأة لقت حتفها بسبب سرطان الرحم النهاردة بالباب سمير واكتشافهم للفيروس اللي بينتقل الجنسين ويؤثر على العنق الرحم اللي هو باب اللومة فيروس ادروا ان هما يقضوا على فرص انتشاره ويخصوا بشكل مباشر ومبكر ويأثروا فيه اورام اللي فيه اللي كانت بتكبره وبتنتشر وبتزيد ادر الطب انه هو يحجمها ويتفوق عليها وينتصر بتقنيات الجراحية ووجود المناصير ووجود الجراحات بشكل متقدم للغاية قدم الانجاز الطبي للبشرية حلول كانت تعتبر مستحيلة او كانت تعتبر حلما بعيدا النهاردة احنا بنتكلم على الانجاز الطبي النهاردة احنا هنفهم كويس جدا انجاز من اهم الانجازات ونشوف تجربة من اكبر التجارب واكثرها اثارة وخصة انا اعتقد انها هتسير فيكم الكثير جدا جدا من التفاؤل والاعتمادية على انه الطب المصري قوي وقادر على انه يقدم الكثير والكثير من الحلول لامراض قد تبدو مستحيلة التعامل والعلاج النهاردة حلقة مسيرة للغاية واكيد مع ضيف عزيز علينا للغاية وقمة علمية كبيرة وميجا ستار وطبعا كالعادة يبهرنا دائما بتقديمه للكثير من التجارب العملية والتجارب الجراحية شديدة الاتراكشن وشديدة الجاذبية اللي هنستمتع النهاردة بحوار مطير للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة واستاذ الاسزة وطبعا يعني صاحب الجماهيرية العملاقة الاستاذ دكتور سيد الاخرص التوائم اكثر عرضة للدرمويل سيست عن غيرهم وان الام اللي ممكن يكون عندها درمويل سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويل سيست أسر بالكامل عندها أورام لفاية بالكامل عندها أورام لفاية أسر معظم عندهم بتاني ترحم مهاجرة أسر عندهم فتء بيحصل نتيجة أمراض وراصية وكأن الخلاف جسدي أحيانا تتصرف بتنظرية المستعمرات لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بتاني ترحم المهاجرة وقلنا أنه ما بيجيش فقط بشكل ألام في دور ولكن مش دايماً لشكل واحد ونمطي ده مستخبف ألف وش ووش ده مستخبف ألف قناع وقناع الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظر وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمال الأمريكية لجراحة المناظر المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجامعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجامعية العالمية لجراحة مناظر النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي أهلاً بكم طبعاً اسمحولي في هذه الحلقة الهمة جداً أنا أرحب مضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وأستاذنا أستاذ دكتور سيد الأخرص أهلاً بك دكتور عيمان أهلاً وحشنا جداً جداً على يا خيري أحمد علش بقى يا جماعة أنا إيه تلقى إيه جداً طبعاً بالشغال لفتنا أول مرة أشوف الضيف العزيزة اللي معانا اليهاردة حاجة مزهلة حاجة أنا طبعاً عادت أقول لي يالها ربيات يالها ربيات إيه ده ورم ضخم جداً على فكرة برضو الكاميرات والتصوير مش هيبين حجم هذا الورم ده كرسة يعني ده مش ورم عادي ده كتلة ضخمة جداً صخرة كبيرة للغاية فيعني أنا مبهرت دكتور إيه ده ده جيمس خالص إيه ده جايانت تيوبر يعني أنا ما شفتش في حياتي جار بهذه الضخمة ده ورم صعب جداً خمسة وعشرين كيلو خمسة وعشرين كيلو وقبل ما أتكلم وسترسل عن الورم فعلاً الضخم أو نتكلم على مادة ضخمة وقد إيه مادة ضخمة العملية وإزاي أنه وصل للمرحلة دي والحجم ده وإزاي صاحبته كانت مساحبات زي وعيشة به وإزاي أن نقدر في الآخر أنه هو يأثر على كامل حياتها وحتى على المحاطين بيها وإزاي أنه قدر تتوحد معها لدرجة كانت مستنيها الموت قبل ما أتكلم ونقول وصل كده إزاي وكان ممكن الوقاية منه إزاي ونسرسل ونتكلم علم ما نخليه النهاردة الناس بجد تعيش معنا لحدوتة كانت ماشية إزاي من أول ما المريض بتخش وإنت كطبيب بتفاجأ بإيده إزاي مريض قادر يتحرك بكل الكتلة الصماء الصخرة اللي داخل لجسده 25 كيلو يعني معدل يعني كأنه في طفل بالغ مثلا من جوة 25 كيلو مزيان 25 كيلو 25 كيلو وكمان كله متكتل نصب مهدم نصب مهدم نصب مهدم 50 كيلو لها كلام هي مستوعبة جدا جدا وبعدين سكر وضغط وقال لها لا ما ينفعش عمليات فأنت بينت لها وبعدين كمان وجهت رسالة مهمة لفكرة إنه المجتمع ساعات بيطاط عدد كترة ساعات الدكتور بيطابة متخوف من ضغوط المجتمع طبعا طبعا يعني إحنا كان الحالة هي لما حد يشوف أنسة تصل إلى حوالي 42 سنة عندنا كذا مشكلة تعمل مع أنسة تصل إلى 42 سنة بدون زواج لأسباب مختلفة نبقى نقشها ونتكلم على الأسباب المختلفة اللي بتؤدي لارتفاع سن الزواج هو مشاكل تأخير الزواج عند البنات وعند الرجال عندها ضغط في سكر في سمنة مع الورام اللي في يعني في علاقة أكيد مباشرة ما بيننا السمنة والأورام اللي في وتضخمة في علاقة ما بين السمنة والسكر في علاقة ما بين السمنة والسكر والضغط المرتفع وفي علاقة كمان لما تيجي تسمع التاريخ لدورة غير منتزمة من البداية لسبب يكون تشخيصه كان غير مكتمل زي تكاييسات المبيضين فتلاقي فيه تكاييسات المبيضين تؤدي إلى سكر زور سكر متأخر سكر درجة ديبتو ديبيتس النوع الثاني من السكر اللي ممكن هنفرد أكيد بشكل مفسر ومبسط كل التفاصيل لكل الأمراض اللي نتكلم معنا يبقى ده مقدمة فإزاي بالأيام يغفل ذلك وبالتدريج تبدأ تلاقي الموضوع ظهر كمان حصوة في المرارة فبقى فيه علاقة بين السمنة وحصوات المرارة وعلاقة ما بين عشان كده يقولك ما بين الأورام اللي فيها وحصوات المرارة يعني فرصة تواجدها هل ده كان بيبقى فرصة يعني فردية مصادفة ولا العلم كده بدأ يحط قواعد اللي الناس اللي عندهم حصاوي ناخد بنا أنه ممكن يكون فرصة الأورام اللي فيها عالية هل فيه حاجة في جينات تربط بينها وبين بعضها كل ده هنصدر فيه استعال نقول ونبسط النهار بعد ما المريضة جت وشوفنا قد إنها تخوافت وبدأ ما تنزلش من بيتها بسبب الألام المبرحة اللي بدأ إنها تقوم تتحرك بيها تقعد ينزل يطلع على فوق على رئاتها تتحرك تزع يجبس عليها في الآخر الفترة مش عاوزة تنزل من لما لقيت إنه أحيانا دخلة تعمل العملية بتاعة المرارة وبعدين الضغط والسكر مش منضبطين وبالتأكيد لأن سيكونس من الأحداث ممكن يحصل كتير جدا بسبب عدم انضباط السكر والضغط والسمنة ممكن في الداخل غرفة العمليات تفاجأ تفاجأ بمشاكل لا حصرة لها والدكتور هنا أحيانا محطوط بين إيه المتركة والسندان يعني يقوم بدوره وبعد كده يقوم بدوره على أكمل وجه وتحدث مضاعفات مرتبط ارتباط وثيق بالحالة الصحية للمريضة لا أحد أحيانا يقدر يبردكت أو يبقى متوقع في حاجات ومهما تحط كل الاحتياطات تفاجأ بتغيير ما صار الحالة وبعد كده يولام الطبيب نحن أزود الوعي هنا عند الناس أن أحيانا الطبيب بيلعب دوره مش أحيانا كثير من أحيان بيلعب دوره بكامل المهنية وبكامل الاحتراف وبكامل الأنسانية لكن تحدث أحيانا مضاعفات لا يمكن أحد السيطرة عليها كان ممكن السيطرة عليها لو إحنا كنا من البداية من التكلم على البرفنشن بيتا الدانكيور الوقاية خيره من علاج اللي احنا الهدف من حلقتنا هنفضل نتكلم على إيه بيتا الدانكيور الوقاية خيره من علاج بنتكلم على ورم ده الورم وفيه جزء جنبه بسيط قوي الورم اللي فيه الورم بالكامل الورم أزيق والرحم الورم بالكامل طالع من البرود ليجامنت الورم مش طالع من جسم الرحم طالع من في الرابط المستعرض للرحم. وقدل يسرح بالكامل تحت الغشاء البروتوني. فبقى ريتروبروتنيم. واصل ضغط على الأورطة بالكامل. رفع الأمعاء كلها فوق. يعني هو احنا واخدينه. هو رفع الأمعاء فوق. هو تحت الأمعاء. يعني عكس ما يكون ورم ليفي. زي 2015 ورم ليفي ضخم. بس هو ورم ليفي. كان طارع من السيربيكس. واتجه لفوق. حتى ما انتجهش. كان بصيره السيربيكس الميومة. واتجه لفوق لغاية. من عمق الرحم الخلفي. الخلفي وطلع لغاية الحجاب الحاجز. المرة دي لأ. ده هو رافع البروتون رافع الأمعاء. تحت يوم تماما ومرتفا. تعالى نبص داخل غرفة العمليات. ابن مروح بس الغرفة العمليات. يعني حضرتك قرار ناس في الوقت من الشباب الأطباء بطرقوا علينا وحتى من المرضى. قرار مثال ان انت تتصدر تقول انا هعمل العمليات. انا يلا انا هعمل العمليات. ليه? ولازن سن تفهم الكلام ده. انه في مثلا مشكلة انها ضخمة زي دي. مشكلة ضخمة جدا. كبيرة جدا. أسأل حاجة هو الهروب تحت اي عزل من الأعذار. حتى لو الهروب بتعالي. في اي مشكلة. اننا ما تقلاتش المنصب او ما حطش نفسي في. زي ما بقوله قدام فواهة مدفع ضخمة بالشكل ده. القرار هنا. قرار سابت في كل السنين. يعني 2015 نفس الحال. 2016 نفس الحال. 2000 آخر 2016 نفس الحال. ايه اللي بيدور في قبل العملية. بص هو مبدئيا انا بجد ما نش هتكلم على شخصي. احنا لما تعيب المشكلة ما. لابد انك بتدرس المشكلة من كل الجوانبها. وبعد كده تحط استراتيجية للتعامل مع المشكلة. وبعد كده تحط كل السعدادات الخاصة لهذه المشكلة. واستعداد هنا فيه تيم ورك كامل. مين الدكتور التخدير المناسب اللي هيخدر الحالة؟ استاذ دكتور احمد فواز قام بجهد مشكور. بشكور على الهوى انه اماءة قاعص ان هو يتعامل. استاذ التخدير طبي عن شابس. ما قدر يتعامل هو والتيم الفريق بالكامل اللي بيساعده في تحضير الحالة وتخديرها داخل غرفة تعملين. استعداد كامل بجراحة عامة دكتور أشرف سالم في مسالك بولية دكتور كريم عمر نيسا دكتور محمد حامد والدكتور دية كامل لاستخراج الحالة على اكمل وجه. استعداد دكتور محمد أبوليني لاستعداد الجزء البطنة وتحضير الحالة سواء تضبيط ضغطها وتضبيط سكرها احتمالات الجلطات قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية اللي هيتم قبل العملية اللي هيتم المانوفر اللي هيتم وتنامز زي في أثناء العمليات وما بعد العمليات اللي هيحصل إذا كان ستوكينج وإذا كان هتبقى إرلي أمبولانت وإذا كان وإذا كان لخطوات التاخدر. بالإضافة الحمد لله رب العالمين الخلوطات المتراكمة للتعامل مثل هذه الأحداث والأورام اللي فيها على العموم احنا متعاملنا على الأورام اللي فيها في أوضاع مختلفة في أماكن مختلفة كانت تساوي الأول استقصال أرحم لعشان ما تخشش في متاهات ومعارك وأحيانا تبقى خسيرة ممكن نتعاملنا مع أمراض وأورام 52 ورام ليفي لفتاة 28 ورام ليفي متكلس أورام موجودة في السيربيكال في السيربيكس في البرود كل ده تعملنا معاه فبقى عندنا خبرات متراكمة دايما الخبرات المتراكمة بتخلي القرار أسهل وأيسر ليس استعراض لو أنت عاوز تخش عشان تعمل حاجة جديدة وفي الآخر خالص تلاقي أنك أنت فقط إنسان يعني أنت كمان احنا أحيانا بعض الحالات بتبدأ تفكر كمان تعملها منظومة إيه الحالات اللي ممكن تستفيد لو أعوزين صغر الورم الأول تستفيد إن إحنا أحيانا ممكن نقول هناخد بعض الأدوية وساعات الأدوية تبقى كونتران ديجيتل لبعض الحالات التانية إزاي تعمل يعني كنت تعمل تخصيص كل حالة على حدة تفصل مخرج لكل حالة على حدة تابعا للجميع إذا كان هي عندها ضغطة أو عندها سكر أو عندها سمنة أو أزنها إيه أو بتعاني من حاجة تانية أو أمراض تانية متلازمة معاها كل حالة ليها مخرج بشكل معين دي بتفكر في خلفة دي كملت إنجاب دي عندها مشاكل بشكل آخر دي معاها بطالة رحم مهاجرة دي معاها تكيسات مبيضين دي دي عندها أمراض منعية كل حالة بتدرس بشكل مفسر وبتدرس على حدة وفي الآخر خالص بيتكون رؤية وبتحط حاجة اسمها رود ماب أو خريطة طريق لتعامل مع الحالات كل حالة على حدة ندخل غرفة العمليات ندخل غرفة العمليات وخلي بالكم من معلومة طبيعة مهمة جدا إزالة ورم بالشكل ده إنت كل الجسم وكل اللي حواليها وكل الأعضاء اللي الورم ده جواها أو بينها الورم عامل عليها ضغط مرة واحدة إنت هتشيل هذا الضغط في طب ده حاجة مهمة جدا إنه مرة واحدة الأوعية الدموية ومرة واحدة الإنتستين ومرة واحدة الفراغ اللي هيتشيل منه الورم مرة واحدة يحصل له مفاجئ انبساط الأوعية الدموية يحصل الأوعية الدموية ممكن أن كلها تنبسط الدم يروح يحصل له بولنج بولنج بركة يعني كأنه بدأ يخش في الأوعية الدموية دي فيه يحصل هبوط مفاجئ في الدورة الدموية بالرغم من عدم موجود نزيف حقيقي او نزيف حقيقي فتفاجأ ان ممكن حصل لبوط مفاجئ للمريضة عشان كده هتنام ازاي هتطلع الورم تدريجيا ازاي ليه ياخد وقت دكتور سيد معلش انا يعني احيي جدا ويعني ارفع لك القنبعة على هذا الجهد الغير عادي هرفة عمليات انا كنت بس قال حضرتك وحنا في نتفرج بتقول لي صمت رهيب مفيش حدي بتكلم خالص ولفت نظري انا مش جراح يعني انا راجل بطنة فلافت نظري حاجة غريبة جدا انه يعاني السريل بتاع الجراحة لا يسمح الا بيدك ويضوبك الاسيستنت وقف في ناحا التانية بيساعد فانت بشايل الليلة كلها وبعد دي قلت لي اي غلطة هنا تود الدنيا في حتة تانية خالص شرايين كتيرة والمساحة كبيرة وانت خايف الورم يرجع مرة واحدة يروح جاي ضغط على الشريال فانت بتشيله بحذر شديد يا راقم واحد لما بيكون في تيم وتيم اتفعنا قبل كده كلمة تيم اللي هو تيم تي اي اي ام توجيذر ده حرف تي ال اي اتش وان اف اس ال ا اتشيف يقدر يحقق مور اكتر يعني لما يكون مع بعض هنقدر نحقق هنكون واحد لوحده وده فكرة ان بجد نعلق بكلمة تيم وورك الناس احيانا بتخيله كلمة تيم وورك انك انت ممكن تكون حد بييجي يشغلك حالة ده ده المفهوم القاصر ده قصير النظر وقصير القامة في اي مجال لانه عاوز مش عاوز يرتفع على انه يفهم يعني ايه كلمة تيم تاني حاجة داخل غرفة العمليات صمت لا تسمع دبيب النملة اللحظة بتاعت خروج الورم انت بتقدر بتفتح فتحة وبتبدأ تعمله تبدأ تولده وتستولده من داخل الفتحة عشان يطلع بالتدريج وتبدأ بعد كده تشوفه علاقته ايه بالمحيط اللي حواليه بالاعضاء اللي حواليه لان من وراء فيه امعاء زي ما قلتلك هو ريترو بردق فرفع الامعاء فزي انت هتنزل هنا من ميز كولون بقى من وهو القولون ماسك في كل الاوعية الدموية الخاصة بي اللي بتغذيه وزي انه هو كمان متحوط بشبكة عنكباتية من الاوعية الدموية ان انت مش عاوز تخش في جسم الورم نفسه فممكن لو دخلت في جسم الورم ممكن يحصل نزيف لا يتوقف يؤدي بحياة المريضة داخل غرفة عماية اونس بوت فزي نقدر بتخش عاوز تتوفق وتواصل الى بلينوف كليبج يعني بتخش اهو ازاي بتقدر تخش ترفع الكابسولة اللي حواليه اللي هي كومبريزد من التيشوز اللي حواليه من البروتون المرفوع وتبدأ بتخش تعمل بلانت ديسكشن اللي هو تأشير بلانت مش شارب احياناً يبقى بلانت تقدر تخش بالزق كده وتقدر توسع تأشير نهاتي وازاي تقدر تعمل بلانت ديسكشن بالمقص لما تقدر توسع لنفسك ازاي انك انت تلاقي وانت بتشغل ازا مايسترو في صمت بسيط جدا الكل بيتعامل بلغة العيون احيانا وبلغة توافق يعني مثلا انت بتمدي ايدك في اتجاه تلاقي الدكتور اللي معاك اللي بيساعد اللي لاقل كفاءة قادر يوسع ازاي في حتة معينة وقادر يحط ايده بشكله حتة معينة وزاي ان انت ممكن تكون بقى ايه عاوز انه هو يقص جزء من القريب منه او يربطوا دمه من القريب منه ازاي ان احنا عاوز ان نعمل المسالة البولية من قدام الحالبين على فكرة دي غرفة تضم يعني كل الجراحين في كل تخصصات الجراح يعني فيه انه هوت انا شايف المسالك الجراحة العامة دكتور عشرفساني دكتور كريم عمر دكتور محمد حامد دكتور ديئة كل حاجة ما هو انت لازم تتوقع ولازم تحط وتحط زي ما انت اتفقنا رودماب خارطة طريق للاخراج الجيد وتبقى ديتور تعمل كل حاجة عشان حتى لا تلوم نفسك انك انت تقعصت او ان انت تأخرت او ان انت ما كنتش مستعد استعداد جيد في حرب تكون موجودة كل طرق او كل ده جنود مشاه ده مدفعية ده طيران ده دفع جوي تقصد كل التخصصات بتبقى موجودة لاخراج اه اامل في ربنا يكون اخراج جيد لانه هيساوي كتير اوي 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 تقصد تخدير غير دعم غير المستداد الخارجي كمان اه اللي هتبدأ الجزء الاخر في سواء في الافاقة كلهم ألبهم متعلق بقلب طبعا طبعا بالتأكيد متعلق باللحظة اللي طلع في الوحظة معلش الحتة الشحيرة دي مهمة او مش احنا الوحيدين اه بص على العموم كل الاطباء داخل غرفة العمليات احنا نورد ناسي ده بصدق الله اللي احنا شايفينه ده جماعة في مئات غرف بالالاف غرف العمليات كل يوم على مستوى مصر بيحصل كده اه وبيحصل فعلا ياما داخل غرف العمليات اصيب اطباء بسكتات قلبية بسكتات دماغية من نتيجة الله يرحمه ويحسن اليه استاذ النساء وتوليد العملاق الاصر العين اصيب باكيوت بالمنار يعني داخل غرف العمليات ربنا يرحمه الله يرحمه ويرحم الجميع وبجد يقدر يقوي الباقي الموجودين عشان يقدروا يشيلوا الحمل اللي موجود على اكهلهم وعلى قرارهم ان القرار عمل زي الطلقة احيانا يطلع ما بيرجعش وانت بتاخد قرارك عشان يعني يعني عاوز يبقى الطلامة ما فيهوش تردد لازم يكون في دراسة ولازم قابل الدراسة وقابل الاستعداد وقابل 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 وبعد دعوات الناس ان تكون مسنود ومسندة كاملة من السماء اللي احنا شفناه ده موجود في الاف خرى في العملية على مستوى مصر طبعا الطباء كتير جدا ممكن يفقدوا مش بس حياتهم يجيلهم عدوى يجيلهم اصابات عنيفة يتعور يصاب اصابة على مستوى مصر الطباء كتير بدفعوا تمن كبير لهذا الجهد الكبير لك خلينا اقول لكم فيه اهمال ما فيه شار فيه حتت فيها اهمال مش فيه حتت فيه اهمال حوذا أقولك برضو تاني ما حدش يتخيل ان فيه اهمال في امريكا لا فيه اهمال في امريكا فيه اهمال في اولوبا وفيه اهمال في اولوبا اي نعم اهمال نسبي لان الاستعداد والامكانيات برضو ما فيها فروقات رهيبة بالرغم من كل الامكانات اللي بتبقى متوفرة والفروق بين الاستعداد سواء بامكانيات مادية يعني بامكانيات تجهيزية للمستشفيات وبالرغم من كل المصانع اللي بتنتج كلها خارجية يا أمريكية يا أوروبية بالرغم من كل الإمكانيات دي اللي أحيانا يحدث ما لا يحمد عقباد أخر وراء في العمليات التالي كمان الأطباء المصرين بجد عندهم اللي يقدموا يقدموا كتير جدا 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 لما بيتوافر حاجتين الإمكانيات والاستعداد والتدريب تلاقي فيه تفارات عشان كده أطباء مصرين كتير جدا بجد لما بيبقى منظومة متكاملة يبدعوا وأبقى ريتهم تزهر ولا يقلوا كثيرا جدا عن من مثل أكرانهم ولكن هي بيئة تبقى خزبة لإخراج وإفراز منتج جيد بس جهز له البيئة الخزبة عشان يطلع المنتج الجايد وياريت إن احنا نتعلم التفرقة بين المهم نضرب على إيد ولكن المجيد لازم نشد عليه هي كلمة واحدة الجزء الأخير في العملية لوح تحضرك شايل الورم اللحظة دي يعني دي بقى اللحظة لطيفة جدا وتعبر عن شخصيتك الحقيقة انت معلتش في اللقطة شلت الورم يا دكتور سيد جاهد ابن الأزينة عملية أربع ساعات جاهد عضل جبار فضيع عضلاتك أكيد أرهقت رحت شايل الورم وخمسة وعشرين كيلو ده كان أكبر من دلوقتي هو طبعا السوائل بتاعته قلت والدم اللي فيه قل وصممت لو شفنا الصورة إن انت تروح بالورم تروح لغاية قط لغاية التربيزة وحتى تروح ترفع رأسك لفوق يعني تستنشق لغاية نفسه نظرة للسماء الحمد لله الحمد لله ده صدقة لغا لغا الحتة اللطيفة جدا في شخصيتك انت متمسك بيه يعني انت ما سبتش أي حد بروح تشكيلو كده وبنديل حد لغاية انت بشيت بيه طب حتى حد حاول يقرب منك يشيل ما فيهش احساسهم احنا كلنا بجد بندوب في بعض بس ايه في اللحظة دي لا لا وإيه يا جماعة ده بتاعي ما حديش يخدم لا اللي هو ايه عارف بجد كده زي ما كون ايه كنت بتطلع تمسح من بركة اه فانت استطف عارف زي ما كون ايه بعد كده توحدت اه معاه فانت توحدت وخرجت بيه عارف بقى يعني انت في لحظة ما في توحد بجد يعني انت يعني ايه عارف هو زي ما كون ايه خرجني مش هخرج اه مش هتقدر فهو متمسك بكل الجانب وقع الشبكة بقولك عن كبوتية من الالياف ومن الالتساقات ومن الاوعية الدموية وبعد كده بتقدر بعد ما شئت ربنا يخرج فانت دي ايه انك انت بتا تواحد ما تقدرش بقى دي اللحظة بيبقى فيها كمان حالة من الايه الشبك النفسي اه السعادة بقى اه سعادة كامنة كاملة ان يا رب تكمل على خير بقى قدرنا الجزء الاول من العملية الجزء التاني ازاي ان نقدر نكمل عملية وتقول المريضة الحمد لله وخرجت العمريضة كانت واخدة بينج نصفي وكنا بندعيبها اثناء العملية بندعيبها اثناء العملية احيانا ايه الاخبار عملة ايه وصلتوا لايه عملنا ازاي وصلنا لايه اه كده يعني اولاد انت في ملكوت اخر تاني الحمد لله انك انت مش حاسة وصلنا بايه اللهم لك الف حمد الحمد لله القياسات شيء مهم نشوف دايما يعني عشان تبقى كل حاجة تبقى recorded وكل حاجة تبقى بجد ليها قيمة من عمل عمل منكم ان يتكون الرسول عليه السلام امر رب ده ان الله يتحدث عن نفسه العظيم وربنا يتحدث عن نفسه العظيم فيقول في كتابه الذي اتقن كل شيء انه صنعه يعني قديه ربنا بيعلمك الاتقان فيطلب منك الاتقان عشان انت تحمل روح من الله الكلمة دي مهمة او روح من الله طالب منك الاتقان يعني يعني رائع والله انت لفدت نظري كلمة الاتقان يعني الاتقان اللي هو كلمة في القرآن طبعا طلبها اللي هو متقن السنة اللي هو بمعنى ايه ان يبقى فيه سلوك مختلف فيه اتتيود والكلمة الاتتيود دي عاوز اقولها لك مرة في نظرية انجليزية امريكية ازاي كلمة اتتيود تساوي 100% او الكمال لما تبدأ تجمع الحروف فتساوي 100% غير اي كلمة تانية بمعنى انك انت تغير من سلوكيات اكيد كلنا نفتقد الى حاجات كتيرة جدا نفتقد الى حاجات كتيرة جدا بس انت بحاول تشتغل كثيرا من الاحيان على نفسك يمكن احيانا بتبقى مرهق للاخرين اللي حواليك لانك انت شايف ضقالة الاشياء جسيمة شايف ان المفردات الصغيرة ما ينفعش انها تعدي لان مفرد صغير مع مفرد صغير بساوي قيمة فانت لما تعدي ده وتعدي ده تسقط اشياء حاجات كثيرة فاحيانا بتبقى مرهق للاخرين لانك طالب من غير ما ترشر بتنشد ليس الكمال ولكن الاتقان وده عشان كده دايما يقولك لما تيجد حاجة تقولك سويس ميد صناعة سويسرية او تيران سويسري او كلينك سويسري معناه الاتقان حتى في اوروبا سويس يسوي الاتقان طيب اذا انك انت تقدر تعمل ده لان ما فيش بشر غير بشر تاني السادات اللي يرحمه كان يقول كل مننا يمكن ان يصبح ملحمة وقصة نجاح بمعنى من غير ما تكون ده هدفك انك تكون ملحمة او قصة نجاح بحد دي شاء انك تكتعد وفقط ودع السماء تلعب دورها حقك هتاخدوه مش بمعنى ان الحق هنا ده ايه انك انت هتلاقي دورك وموجود واكتهادك لا يضيع ان الله لا يضيع اجرم اجرم من احسن عمله فتعالا نشوف بعد كده نواصق اللي يسبقوك عن لموك يطلع مقاس ده طوله في عرضه وميزانه وبعد كده في الاخر هتحمل ده كله عشان في الاخر خالص قدمناه فعلا لجينيس ريكورد وقدمناه في بروكسل في الدورة الخامسة وعشرين للمناظير متقدمة للنساء اللي هنقلنا فيه فعلا الاورام ديت قياساتها مهمة جدا وطبعا هو بكمباين انه اكبر بكتير من الحجم اللي احنا شايفينه دوقتي عليه في التجار ده لانه كان فيه تمددات اوعادة موية وكان لسه فيه مية وكان لسه فيه سوائل اكيد حصله شرنك اللي انه كمان الفرمالين اللي هو محفوظ فيه دوقتي ده بيمتص من المية فاللحظات دي بقى ما زلنا احنا في المريضة احنا شيرنا الورم اخذنا شيرنا المريضة المريضة بقى ليش حتة دي ولو انا حتة يعني حتة بالنسبة لي انا انترستة جدا مهتم بيها جدا انا خايف جدا من انه الاوعادة دموية بقت التسع واوعادة الاخيرة الكير بقى بعد كده بالمريضة دي وعشان مايحصلهاش شك مايحصلهاش انخفاض في ضغط الدم مايحصلهاش اي اتراف في تكهربة القلب مايحصلش ان الانتستين والامعاء لما تتحرك تلتوي ويتغير مكانها الحكاة دي كلها بقى من نوعها ازاي بعد ما خرجنا الورم زي بانت شفته وبعدين خدنا قياساته وبعدين كده كان في جزء اخر الدكتورة نفيسة البدوي بتشعر الهيستو باثولوجي عشان لا قدر لها ما نكتشفش بعد كده انه كن ايه النواء مايساركومة لا يوم مايساركومة يطلع يكون سرطان يبقى كمان مشكلة بعد الضخامة دي كلها والمريضة مش هتقدر تتحمل بجد تخش في مدات سواء اشعاع او كيماوي او 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 الحمد لله انه طلع ورام حبيب ازاي انك انت بتعمل بوستقب التفكير البوستقب التفكير والسلوب وانت بتطلع زي ما انتفقنا الديليفري بتاعه بيسلوب بتقدر تعمل هيموستيزيس بعد كده بالراحة ازاي انك انت بتعمل بنداج بعد العملية للبطن بالكامل ازاي انك انت بتشوف الدورة الدموية بشكل او باخر نومها ازاي ويفلات بعد كده لما بتقوم يقوم دور بقى ده كاترة البطن وده كاترة الرعاية في الجزء اللي هو الست ساعات الاولانين 24 ساعة الاولانين 48 ساعة الاولانين يعني فترة الخطورة تبدأ تقلل بالتدريج ازاي بتبدأ تحرك المريضة بدري عشان ما حصلش جلطات ازاي بتعلمها تمرين النفس عشان ما حصلش اي مشاكل او يحصل لقدر الله شاور ويطلع فوق ازاي بتاخد بعض الادوية اللي بتقلل فرص الجلطات الموجودة ازاي بتعمل ستوكينج وبتلبس شربات بشكل معين عشان ما حصلش جلطات في القدمين ازاي بيحصل تدليك للقدمين وحركة دائمة للقدمين كل الكلام ده بيتم وفق منظومة متعرف عليها في كل ربوع المستشفيات المختصة والمعارفة جدا بتتعامل ما مثل هذه الحالات ازاي اهتمام الصحافة الورقية والالكترونية بالنوعية ديت من الاحداث الالمية والحدث الالمي ده شيء مهم شيء مهم وفي نفس الوقت هو كانت يعني الاهتمام ليس معناه هنا النشر خبر او اسرار قد ما هو زيادة الوعي زيادة الوعي ان احنا كنا عوزين نزود الوعي عند الناس ومنؤكد ازاي نصل يصل الامر ان اللي لاقي مرض او ورم يصل لهذا الحجم واكيد في ناس ونمازج كانوا قبل كده كتير عندهم الامراض والاورام وانا متأكد لو عملنا سيرفي على عموم مصر هنطلع مشاكل لا حصرة لها نتيجة اللي هنتكلم فيه غياب الوعي الصحي رقم واحد تاني ان المرأة لما بنيجي نتكلم ونقول المرأة مش وقد حقها مساواة الرجل بالمرأة هو ايه بمعنى انتوا ساوا المرأة رجل المرأة هو دي حقها بس نهتم بالحالة الصحية للمرأة ويهتمام الحالة الصحية بالمرأة اللي هنتكان فيه تفصيليا عشان حتى نقول ايه المفردات الاساسية لما نيجي نقول ازاي انك انت بتقدر تستثمر كل الامكانيات في تربية فتاة فتجد الاستثمار داخل فتاة بالتعليم وبالماديات بتخرج منطق حقيقي نافع لنفسه نافع لأسرته نافع في وطنه والوطنه وبيزاول الموطن وتساوي ان الموطنة بتزيد وبتساوي ان الأسر جنب أسرة جنب أسرة جنب أسرة هو دا الوطن هو دا معنى كلمة وطن لان الوعي الطب المستمر يسوي المتابعة الجيدة المستمرة مفيش حالة في فرنسا ولا في انجلترا ولا في أمريكا هتسكت انها تعيش بورم زي دا مستحيل اللي هتلاقي ممكن في الهند في الهند ممكن اللي ممكن يكون فيه تباين ومليار ناس فبالتأكيد هتلاقي فيه كرة بالكامل غياب الوعي وانتلاقي مشاكل والهند وصل المليار فاحنا بنقول الهدف ثم الهدف ثم الهدف ندق ندقوص الخطر ونقول هان الأوان عشان نعمل منظومة صحية حائية ونهتم بالأنسات صغار السن مشروع مستقبل أو المرأة الأم في المستقبل عاوزين نتكلم على إن قد إيه لو احنا بنتكلم إن الوقاية خيرهم من علاج فانت عندك ثلاث مستويات للوقاية خير من علاج مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثاني والوقاية بمفهومها هو أي عمل وجهد يقلل من مشكلة صحية ويمنع من انتشارها والمستوى الأول من الوقاية إنه ومنع ظهور المرض من أصله زي مثلا اللي بيتم دلوقتي لشلل شل الأطفال أو الجدري أو الجدري أو الطعون فتبدأ تحط الأمصال لمنع المرض من ظهوره من أصله المستوى الثاني يؤكد على فشل المستوى الأول إنك أنت تقدرش تمنع المرض من أصله ولكن تحد من قوته وتحد من انتشاره بمعنى إنه تعالج بدري بعد ظهور المرض نعالج بدري تظهر بطاني ترحم المهاجرة إنه علاجها بدري لكن من الأفضل أن نحن نحط بعض المرضى اللي قادت high risk عشية تتحط في المستوى الأول ونقدر نقول من المرضى زادة المخاطر أو من الفتايا زادة المخاطر ز Louise زوى المخاطر اللي ممكن يظهر عندهم المرض هل في وراسة هل في بيئة هل 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 ونقدر نحط من اللي عندهم السداد يحصل لهم تكريسات مبيضين أكتر من اللي عندهم السداد يحصل لهم سرطانات أكتر فنقدر نحط المستوى الأول المستوى الثاني لما يظهر المرض نتعامل معاه في سن مبكر بشكل فيه كل الشراسة والصرامة للتعامل مع الأمراض حتى دون الزواج حتى في مستوى المراهقات عشان نحد من قوة المرض وانتشاره حتى نشتري أحيانا وقتا هادئا من الصحة عشان نقدر نتعايش به المستوى الثالث هو كأنك بتعالج العضو اللي أصيب من المرض بتحاول جاهدا أنك أنت تترجع العضو ده أنه يتعامل مرة أخرى فتيجي تشيل ورم ليه فيه من رحم تفاجأ أنك شلت الورم ولكن الرحم حصل بعض التغيرات الشكلية أنه لا يصلح أنه يشيل حمل أو ينفجر أصناء الحمل أنك تشيل ورم كبير جدا في المبيض أو بتعالي ترحم مهاجرة من المبيض فتفاجأ أن المبيض فقد وظيفته لكن أنك وانت بتشيله نحلت نحط الجزء الأصيل في خصوبة المرأة وما يطلق عليه بمخزون المرأة الاستراتيجي في التبويد إزاي وانت بتتعامل مع تكاييسات مبيضين وسبتها بمشاكلها فتفاجأ أن الأمراض المترتبة والمضاعفات لتكاييسات المبيضين ليس فقط أنه هو فرصة الخصوبة قد ممكن يحصل سرطنات في الثدي وسرطنات في الرحم نتيجة التأخر في التعامل مع متل الأمراض من بدايتها لازم يزود الوعي للناس ونقول للناس من النهاردة كفى وكفى إزاي؟ هنقولها وإحنا ماشيين بتبويد خلينا أقول أن الأورام اللي فيها علميا سبابها أو التفسيرات العلمية المتعلقة بها هي عدم الإنجاب الإنجسات ما إنجابت شيء فيبدأ كنوع من التعويض هناك تكوينه تحتحت تأسير هرموني لبدايات ورمية تنمو مع الوقت ولأنه ما فيش تأسير أو ما فيش إنجاب حصل فيبدأ الورم يزيد مع الوقت ويكبر مع الوقت ده يخليني أول أنه إحنا محتاجين نهتم جداً بالغير متساوية بحقيقة فيه أمراض كتيرة جداً بترتبط بالأحيانا بالسمنة والنالة بارتي يعني ما يكونش أخلفت قبل كده أو الدليم مارتج اللي يكون متأخر جوازها ومع السكر ومع الضغط ومع الوراثة وقد دي الناس متخيلة أنه ممكن يحصل إيه عزوف عن الزواج أحياناً بيبقى تلقائي أن أنا بدأ بدرس أو أن أنا لما تخرج أن أنا شخصية تكتامل الأول أن أنا عشان أعرف ده يعني أعرف أخذ شريك حياتي وإن إزاي أنه ممكن وضع المادي يكون أفضل بعض المجتمعات تقول لك عشان تبقى البنت متساوية بالولد فتبقى عضو فعال في المجتمع فيبدأ تكون منتج ساعات الجمال بيكون عامل يعني البنت الجميلة ساعات بيتبقى مدللة بسبب جمالها وإزاي ما بيقولوا إيه خطبها كتير طبعاً فبارت آآ آآ عن نسط عاوزيني كلمة عن نسط وكلمة العوانيز دي بقت مصطلح موجود في كل الدوريات العالمية نتيجة أن ارتفاع سن الزواج على مستوى العالم ليس بس في الشرق الأوسط لكن حتى لو إحنا قلنا على مستوى العالم بعض البلاد المتقدمة بيتكلم ارتفاع سن الزواج لأسباب معينة وإحنا بنتكلم ارتفاع سن الزواج نتيجة الخلل السكاني وارتفاع عدد السكان وإن هل لما كنا بنزوج القاصرات ومستوى صغير فالقاصرات لما بتزوجوا بينجبوا أطفال بيبقوا مشاكلهم صحية والأطفال بيكون عندهم مشاكل لما بتكونوا وتجوازوا بدري دي مشاكل نتكلم فيها طب هو اللي اتأخروا دورهم إيه والاهتمام بينهم بيكون إزاي والمشاكل النفسية اللي بتترتب وبيحصل لهم اكتئاب نفسي نتيجة التأخر في الزواج طب ده يكون حلوا إيه طب والبنات اللي ممكن تكون خايفة إن سنها بيجبر ورصدها من المبيض بيقل هنعمل معهم إيه هنتفرج إن ممكن تكون واحدة أم عندها بنت وبتجبر ولسه ما تجوزتش ولسه ما تخطبتش وممكن تكون عادة التلاتينات أو الخامسة وتلاتين ورصدها من المبيض بيقل وكفاءة المبيض بيقل طب إيه الموضوع نقدر نحافظ على الخصوب إزاي إزاي نقدر نحل مشاكل كتير جدا من البنات الصغيرة اللي عندها مشاكل وسرطانات في المبيض أو سرطانات في الدم أو عندها مشاكل تانية بتضطر إنها تاخد بعض الإمنوسابرسيف واللي ممكن الحاجات اللي هي بتعمل تصبيت لجهاز المناعة هنعمل معهم إيه حلول ومشاكل كتيرة جدا وأشكال من المشاكل المختلفة أريد أن نحط لها حد لكن يبقى دائما الألم كيف يتحول الألم إلى أمل وكيف هل هو يوتوبية الطب هل هو فكر اللي هو بتدور على الفكرة العدمية اللاوجودية بمعنى أنك بتدور على حل غير موجود إلا غير في الصرح والتفكير فقط ولكن ممكن الأفكار تنزل ويبقى لها أخدام وتتحرك وتتحول إلى حقائق نقدر تعال نشوف كنت عاو سوريني نشوف أنا عايز أوريك يعني زي ما بقوله إيه البزرة عندما تلقى في الأرض وبداية نموه ده شيء مهم جدا ما ننساش الرابط الأساسي إحنا وصلنا لكده عشان فيه إهمال فيه نيجليكشن فيه تجاهل فيه 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 تجاهل لحاجات كتيرة مش بس إهمال الست لأنها عندها ورم ليه في بدأ يكبر لا إهمال اللي حواليها ليها في هذه الحالة إهمال التشخيص المبكر إهمال التفقيف المهم الكامل لأنه مش هيسكت هيكبر أكتر كمان مهمة قوي قوي إنه زي ما أنا قلت الجميلات لعنتهم دائما الحيرة الجميلة يعني عندها لعنة اسمها الحيرة دائما تحتار مهمة أول مجتمعنا دلوقتي إن إحنا الأنسات اللي تأخرنا في الزواج وصلنا إلى سن ليس بالقليل كثير جدا من أساليب التعامل معهم بتتم بأسلوب نقدر نقول الإخراج من المجتمع أو الإنعزالية أو الوحدة كثير منهم عندهم حالة من حالات الوحدة وحالات الإنعزال وعدم الاهتمام المجتمعي لأنه هي ما عندهاش أولاد ما عندهاش زوج أختها ممكن تسأل عليها أخوها ممكن يسأل عليها مشاغل الحياة تعاني من مشاكل صحية هي اللي بتتحرك لوحدها في الدنيا السيدات دول آن الأوان أو الأنسات دول آن الأوان على المجتمع الطبي أن يلقي بضوء كبير مهم واهتمام كبير عليهم آن الأوان إن إحنا ننظر لهم نظرة مليئة بالاهتمام بالرحمة وبالتفاهم لمشكلتهم وأعتقد إن إحنا النهاردة بنبدأ خطوة مهمة جدا من خطوات الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة الهامة والمنتجة ومنهم مبدعات ومنهم يعني عباخرة ومنهم 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 من التأخر بسبب انشغالهم في عمل مهني معين يعني 90% أو 95% منهم إن لم يكن أعتقد 100% جميلات فعلا جميلات حقيقة وعوزين نقول لو إحنا كنا عوزين نقدم نموذج النهاردة لأنسة عمرها عدى 72 سنة أنسة عام 72 سنة كان بتشتكي أن فيه من السنتين الآخر سنتين فيه دم أو النزيف متقاطع من حين لآخر عيش به عملت بعض الفحوصات المبدئية برضو مفيش حاجة زهرة فقدت تاخد بعض الأدوية وبعض الأساليب البسيطة على الإقاف مثل هذا النزيف وصلت إزاي إلى السن ده بدون زواج نقاش ده جزء اجتماعي أعوزين نناقشه في نفس الوقت الجزء العلمي بقى إن ممكن تتعامل مع مثل هذه السن إزاي وإنها فتاة ومازالت إلى الآن غشاء البقارة يمثل لها إيه والرحم يمثل لها إيه بس أنا واقف عندي نقطة لو أنت قلت لي فيها الأول غاية ما الشامعة طفت عدت تعديل المشهور على فكرة في الأرياف إنه البنت يعني وصلت إلى سن خلاص ما بقتش مرغوبة في الزواج بس شفت أديه أحيانا الحب بيبقى مرضي من الأب اللي بدور لبنته على أحسن فرصة فيعد يرفض 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 وتوافى الأب ووقف الرفض وبقى الرفض بقى اختيار بعد كده مبقاش إجبار شوف قده إيه بقى اجبار مبقاش اختيار يعني أحيانا نشرب حاجة نشرب حاجة أحيانا بنيكون نشرب حاجة بلاش نبالغ نضيع أحسن سنوات العمر لبنتنا إنها تعيش أحسن فترات حياتها ويكون في ثمرة الزواج مبكرا إنها تجد شريك بجد تحت سامة ربنا وإنها تجد في الآخر خالص لو كان في فرصة للإنجاب ثمرة الزواج لما يتأخر ده بجد بتحرق من ده وقد إيه بتخش في مشاكل نفسية وقد إيه بتخش في الإحباط وتعاملت الدراسات على الإحباط اللي بيصاب المتأخرة في الزواج فوجد إن الرجل كل ما هو متأخر في الزواج اسمه شاب لسه والمشكلة مش ببقى حاسس بيها قوي قد البنت البنت بجد اللي بتعيش شعر بقد إيه؟ إن منحنة خصوبتها بيقل ومشاكلها بتزيد وبعد كده ممكن تكبر هل تتزوج حد في سنها؟ خصوبته قلت هو كمان؟ ولا هتتجوز حد أكبر؟ دراسات كتيرة جدا سواء بر أو جوه وإن إزاي الناس بره بس بتبقى عندهم مشاكل والحل اللي غريب اللي هنتكمن فيه الفرق ما بين مجتمعنا ومجتمعات المفتوحة بره اللي يحصل تأخير في الزواج ولكن تأخير في الزواج ومشاكل إن يحصل إيه؟ متأخرة في الزواج ولكن في معايشة ما قابل الزواج مع بوي فريند عشان كده محدش متخيل إن مثلا دون أن نبعد عن موضوعنا النهاردة إن فيه حوالي تلاتين مليون طفل بدون أب شرعي في العالم في العالم وعندك أربعين مليون عملية إجهاد سنوية بتتم بسبب العلاقات غير الشرعية وعشرة مليون مسكارج بيتم بسبب العلاقات الغير منضبطة تحت مسميات إنها متأخرة في الزواج وهل فعلا في المجتمعات الشرقية العربية المسلمة المسيحية المرتبطة بدينها تتزوق البند مبكرا بس قد إمتى من كم سنة من فوق 18 سنة وده الأفضل من 18 لآخر العشرينات ولما تعدي بقى الثلاثينات وآخر الثلاثينات وكيرفي قيل بتاع الخصوبة ومشاكل أورام اللي فيها ومشاكل أخرى وممكن تكون ببقاش عندها استعداد للإنجاب ده دعوة بجد إلى الزواج مبكرا أقصد مبكرا في النصوص المنصوص بيها ما فوق 18 سنة عشان تبدأ تنعم البنت بحياة مستقرة وأفضل عن إنها ممكن تتخيل إنها لما تكون أكبر من كده والمشاكل النفسية ممكن تتراد لعنا نشوف العملية اكتشفنا إيه كان ممكن نكتشأ اكتشفنا بالمنظار الرحمي وبعد كده أجرعنا العملية العملية دي طبعا بدون الصوت فإحنا هنحن نحن نحن نطول شي إحنا اضطرين هنا إن إحنا نعمل لإن إحنا كنا شخصنا إن في تغيرات غير محمودة عثناء منظار الرحمي كان مفروض يبقى موجود الصورة بتاعته بس طبعا عشان عاوزين نعرض حالات كتيرة النهاردة واستقصالنا الرحم ليه استقصالنا الرحم؟ لإن الرحم طلع عصادنا هو فتحناه الرحم في إندومترا الكارسنومة في سرطان في الرحم نماشي شوية نماشي نماشي نجري شوية بدأنا ندكم دعونا نجري شوية للحال السورة نجري نجري نعاوز بس اللقطة الأخيرة اللقطة الأخيرة استخراج الرحم نجري 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 هو ده مش الهدف نجري 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 قاتل ما نطلع الرحم بص نرجع شوية الورا سنة صغيرة نرجع سنة صغيرة نرجع سنة صغيرة بس لو سمحت بس برحم لما بدوس هنا بينزل من عونك الرحم نفس الخلالة كان بتنزل عليها في صورة كتل بتنزل لما نفتح الرحم تشريحيا كده ودعونك الرحم طلعناه بالكامل شوف ادي سرطان الرحم سرطان بطانة الرحم ده الاندومترا الكارسنومي اللي شوفناه بالمنزار الرحم اللي كان نفسي اورهولكو قبل ما نجري العملية والنقيد دي كان زي شكل الشعب المرجانية والدورة الدموية اللي كانت موجودة لدرجة صورنا الدورة الدموية بمعنى يعني قرات الدم الحامرة وهي ماشى في الاوعية الدموية وده كانت باينة جدا وبرمنا جدا الحمدلله منسات ربنا ان السرطان ده كان موصلش حتى موصلش للسيربيكس ومخرجش من جدار الرحم حتى موصلش في الغدد اللينفوية اللي موجودة والحمدلله ربنا يعني تدخل كان ممكن قبل كده ان نقدر نعمل منزار رحمي لفتاة ونشوف داخل منزار رحمي ونكتشف مبكرا بعض المشاكل الموجودة ولو كانت تتعمل الرعاية الصحية لمثل الانيسات اللي اتأخرنا في الزواج وتقدمنا من العمر لان طبعا الاندومترا الكانسر بيبقى زايد مع النار الباريتي ان عدم الانجاب وتأخر وفي نفس الوقت زايد بالسن ليها مداخلة؟ ستة هدى ازايك اهلا بيك ازايك ستة هدى الله يخليك ازاي والله كنت ازاي السكر يعني الله يبارك في عمرك يا دكتور الله يخليك لديك الصحة يا رب يكرمك يا رب وهنشوفك بقى في الحج السنة دي ان شاء الله تعالنا الحج كلنا مع بعض يا رب يا رب يا دكتور انسوك يا رب يا رب يخليك ويسبت علمك ويزيدك علم ربنا يخليك يا رب يخليك زا انت عملتلي شغلانة كبيرة لا الدكتور سيد اهو معك اهو الدكتور سيد معك انا الدكتور ايمان يا ربنا يكرمكو جميعا الله يخليك ازايك يا ستة هودة عملة ايه؟ ايو ايو يا دكتور الله يسلمك اخبارك ايه؟ الحمد لله انا نسيت اسأل حضرتك على المية والحموم والصالة والكلام ده لا عيش حياتك قوليلي يا ستة هودة قوليلي انت كنت بتقوليلي ليه تأخرت في الجواز اه عسى ان والدي يعني بقى يرجع الناس اللي ما تعجبهوش اه 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 بقى يمشيهم يمشيهم وبعد كده ايه؟ الشمعة الطافت اه 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 فهمنا طب قوليلي اه 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 يعني انت دلوقتي بتنصح كل الاهالي ان هما يكونوا اكثر تفاهوما شويا وتقبولا عشان يجوزوا بناتهم بدري؟ ايو اه 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 يعني ما يسيوه ما يسيوه ما يسيوه ما يسيوه ما يسيوه ايو ما يعملوش اه اذو المواضيع كده دلوقتي التعايد اكبر بكتب لزمان التعايد باغلت ولا حالي هل انت عانيتي ان بجد انك ما تجاوزتيش؟ لا لا الحمد لله من ربنا يعني سبحانه وتعالى مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعوض اه الحمد لله الواحد بقى محموله على الله الحمد لله الحمد لله صحيتك عامل ايه دلوقتي؟ اه شوية دكتور بس مش عارسة بقى ايه اعمل ايه الاكل والمية خايفة اجيب مية على الجارح لا تجيبي المية وكل حاجة وان شاء الله تعدي عليا وهقولك كل اللي جاي يبقى ماشي ازاي الحمد لله على سلامتك الله يسلم حضرتك وكل اللي انت عايزاي ما تاكل اللي انت بس ما تقليش اوي في الاكل يعني حاجات بسيطة اه مفيش نفس يا دكتور يعني اجل حضرتك امتى تعالي لي اي وقت تعالي لي بكرة اهلا بيك يا سلامت بعد شهر وان شاء الله ربنا يديك الصحة والعمر ونسعد دائما بسمع صوتك ونهتم جدا لصحتك ونطمن على صحتك انت ولفوف الحواليك يا كريم شكرا لك يا سيطة هودة على مدخلتك الجميلة وعلى ان كنت سمحتلنا ان احنا نسجل معاك ونشوفك يعني طبعا احنا انا بحترم جدا المريض اللي بيهتمي بخصويته وما بيحبش يصر ده بيهتمي احترم جدا جدا وبيسمع علينا ان احنا نسجل مع الصوت وبحترم جدا وبسعد جدا بي الناس اللي بتطلع بصورتها وبتكلم بمنتهى الحرية لانه هما بينقلوا خبراتكم كسروا اتكسرت حواجز الصمت اه كسرنا حواجز الصمت والنسبة عندها السعداد انها بجد العالم كله اذا دكتور زو دكتور اوز ودكتور فيل البرامج العالمية الحمد لله احنا يعني اعتقد ان احنا بنقدم حوار طبي اكسر اكسر تفصيلا منهم كمان الحمد لله يعني ما نيجي نقارن التفاصيل اللي احنا بنقول له هنا وما لما نشي تكلموا ابدأ العرام اللي فيها بالطريقة اللي احنا نتكلم بيها بالتفصيل ده لكن يخلينا اقول انه هناك هناك في امريكا اه ظهور المريض بنفسه وبحواره وبتكربته وهو الاخري ولما بيعمل سواء مثلا فيه لقاءات بتاع بينقل خبراتنا ويعلم انه ستة هودة النهاردة صوتها ده هيوصل لأب مغالي على مغالي مغالي يعني جاية من المغالات على خطيب بنته في التكريف وقال له والله لا مت انت بص الخطوبة مستمر لما تجيب لنا شقة سرعة شقة في كومباوند شقة في كومباوند يا باشا شقة عانيت انت مان عليك تكسر للمرة حد قال لي بص كل ما له سلك وفيش او يضعف حيطة فهو مسئوليته انا عادت افكر بيلي بالسلك وفيش او يضعف حيطة فهو ملك انا عادت انت عندك عقدة مش عارف تخلص ملك كل ما تجي لحيطة دي تفكرني افتكر بالسلك والله لا انساها قال لي كل ما له سلك وفيش او يضعف حيطة فهو ملك والعادة للمسألة وصل انت تروح لعند بيته وتجيب عيال صغير رجل وبيت توب وتقعد تحدي فعل ايه وتخلص لا لا راجل حبيب من ده لا اقشد اقول انه ايه مغالاة الرغبة في ان انا افضل ايه يقولك ايه هتستهل حد احسن منك بقتد مسألة دي وقتد هيجي لها دكتور لا يجي لها راجل اعمال لا يجي لها قاضي لا يجي لها قاضي في زواج نفسي زواج نفسي بين البنت وابوها وبين الام وابنها فبيحصل مغالاة من غير ما نشعر عشان كده هو النقاش العلمي والطبي والنفسي الاخراج اللي اخراجنا من المقاذك النفسية دي اللي بتبقى بتخدينا ناخد قرارات عكسية احنا حبنا المفرط لاولادنا احيانا تبقى مش عارف تخرجه من بيتك او تخرجه من بيتك فتلاقي بتبالغ انت بتبالغ وعمالي تجهد حقها في الحياة من غير ما تشهر دعوة للفكر مرة اخرى النهارده احنا بنزود الكاميرا منخليها 360 عشان نشوف الحدقة كاملة ونقدر نقول 360 طبعا يعني رائع الزكرة استاذ اسامة كابال انا نستلف منه تعبير ما سوى 360 بتعيدنا احنا بقى عشان نقدر نقول بجد منزود الحدقة نقدر نجيب السن بالكامل ونقدر نشوف يعني كل الأنواع من الأمراض اللي مرتبطة بتفاوت زمني وفي السن احنا شوفنا ستة هدى طب تعال نشوف مثلا الطفل امال اه نشوفها بقى بسرعة لان انا عايز فيه فيديو او فيه حاجة عايز اقولكو دي مفاجأة مهمة لازم نختم بيها فأماني بسرعة نشوفها ودي برضه تعاني من مشاكل في المسانة طب ده نشوف الاتهابات نشوف الهدف احنا هنا يعني احنا دخلنا منزار مهبل الطفلة ست سنوات كانت بتشتكي من تكرار افرازات مهبلية ذات رائحة كريهة واحيانا يحصل احتباس بولي اه احتباس بولي ليه كان سببه هنا كان هنا فيه نوع من الالتصاق الشفرتين وبيتجمع الافرازات داخل المهبل لدرجة بدأ يحصل انكباض على عنق المسانة فيحصل احتباس بولي لما عملنا المنزار اكتشفنا التهابات داخل المهبل ده عنق الرحم لطفلة عندها ست سنوات تم التعامل مع الالتهابات الموجودة داخل المهبل ودخلنا بمنزار المسانة داخل المسانة فوجئنا ان فيه التهابات في جدار المسانة الداخلية واحتقان في الاوعية الدموية لطفلة عندها ست سنوات بالجوار تم الالتهاب المتكرر من المسانة هنا كمان كنا بنقول لما بنيجي بنتعامل وفكنا المشكلة واتحلت المشكلة عند البنت بنقول بعض النصائح السريعة لمثل هذه الاطفال كل الاطفال اللي في الحضانة وكل الاطفال اللي سنهم صغير بنعودهم ان هما يروحوا تكرار كل ساعتين تلاتة يخش يعملوا تويلت عشان يتعلموا ويضربوا المسانة وما يجمعش البول في حصل التهابات برقم واحد وفي المدرسة المدرسة البنت رفعت إيه تعايز تروح للحمام سبها تروح للحمام تروح للحمام كتير جدا من الاطفال عندهم استعداد ان هما يلعبوا ويأخروا دخولهم التويلت على انه مندمج في لعبة او مكسل ان يقوم وبالتالي يحصل التهابات نتيجة التكرار وتراكم البول الملتهب داخل المسانة البولية بنقول ان كمان منعودهم لما يجوا يخش في التويلت ويحصل تشطيف غسيل بنخليش الغسيل من وراء القدام لمن قدام لوراء من قدام لوراء كأنك بتنظف وبتنازل التهابات بتنازل لو كان فيه التهابات تبقى لتحت لكن من وراء القدام ممكن تجيب بيجيب التهابات من فتحة الشرق بغنية منطقة العجان بسيطة واتحلت المشكلة وكانت جدتها كانت معاها لو كان في وقت صغير نقدر نقول نفيش وقت نقدر نتكلم على أنا عايزين للوقت خلاص أذف مننا فأنا عايزين نقول للآنسة في العجالة سريعة المنظمة الأمم المتحدة أفرادت يوم 11 عشرة من كل سنة هو يوم الفتاة العالمي بقى لها رب أربع سنوات تعمل إظهار يوم الفتاة العالمي بمعنى إنها كانت بتزود الوعي للفتاة على مستوى العالم إن بيحصل تمييز بسبب الجنس يعني دي بنته وده ولد كتير جدا من الناس بيتمنوا إن عندهم صبيان مش بنات إن ممكن استغلالهم جنسيا إن ممكن استغلالهم في جوازة من مبكر كل سنة كانت بتعمل حاجة ويتأكد إن الاستثمار في الطفلة هو بيؤكد إن فيه في الأخص ده وعي وصحة قرارنا وزكأنا إن إحنا نستثمر في أطفالنا لإنه ده يساوي دايما تنمية مستمرة لإنه بقى فيه أم هنا موجودة في الإصدار الخامس كانت من الأمم المتحدة إلى أمم مصر المستشفى الأمم إن إحنا كررنا إنشاء مركز أنيستي مركز أنيستي هو مركز أول مركز متكامل لعلاج أمراض المراهقات والأنسات ومتأخر الزواج هنبدأ بحملة بجد حقيقية لزيادة الوعي عند الأطفال في سن المراهقة لإنه كثير جداً من المراهقات يعينينا من مشاكل مرتبطة بعلم المرأة الأندج والنطجة واللي اكتملت أونستها وإنت بتبصي لها بشكل كثير جداً من أمراض المراهقة ترهك المريضة وترهك أهلها وأحياناً ترهك الطبيب اللي بيعالجها لأنه أحياناً لا يرى أسباب معينة لمثل هذه الألام اللي موجودة واللي هنلاقيها تباعاً في السلسلة من الحلقات المتصلة بزيادة الوعي بأمراض المراهقات والأنسات ومتأخر الزواج كل سن أو كل مرحلة من دي كانت ليها مشكلة بشكل معين هنفردها وهنتكلم عن الأسباب المختلفة من الأمراض العامة اللي بتنحت في جسادها من الأمراض النفسية من أمراض الغدد ومن أمراض النسائية وزيادة التغذية وزيادة الوعي عشان يبقى فيه في الآخر أول مركز متكامل لعلاج أمراض المراهقات والأنسات متأخر الزواج مركز رائع جداً مركز هيحقق أنا متأكد نجاح كبير جداً جداً واختيار رائع جداً للإسم اختيار رائع جداً للفكرة اختيار رائع جداً للتوقيت وأعتقد أنه كمان المصريات هؤلاء المصريات المتميزات جداً جداً اللي اختبرنا الصبر بكل أنواع وتعرضنا لضغوط اجتماعية عديدة في مجتمع قد لا يتفهم وقد لا يستوعب وقد لا يرحم البنت التي تأخر سنها في الزواج الآن العلم فرض نفسك وأعتقد أنه سيكون صوته عالي إن شاء الله وأوعدهم بجد إن شاء الله عبر نفذة القاهرة والناس مع الدكتور أيم راشوان أن إن شاء الله هنعمل لهم موسوعة كاملة على كل الأمراض اللي بعناننا منهم وبالتالي بسهولة الوصول والمعرفة والحل لكل تفاصيل وأنا عارف إن الوقت قديق بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي هيكون يحمل كثير من الخير إن شاء الله الذين أو اللواتي تأخرنا في الزواج البنات دي البنات دي أمانة في رقابتنا كلنا أمانة في رقابة المجتمع كله المجتمع كله لذين ننظر لهم بنظرة مهمة جداً لو ليك أخت أو ليك بنت عندها هذه التجربة الإنسانية الصعبة ما تتخيلش حجم الوهد اللي هي فيه ما تتخيلش حجم الإحساس الراجل مختلف تماماً إحنا كرجال إحنا أشطى جداً إحنا عايشين تماماً حياتنا زي الفل بالعكس يعني البنت لا البنت بتحس بالوحدة البنت تحب الأسرة تحب إنها تراع البنت عايزة حد يسأل عليها عايزة ابنة عايزة زوجة عايزة إمكين لما يكون عندها زوج ومش مخلفة ده بيخفف كتير من وطقة الوحدة عليها أرجوكم رعوا بناتكم أرجوكم مهتموا بيهم أرجوكم اسعوا إن هما ما يحسوش بوحدة الزمن ده مش ناقص كمان إنها تحس بوحدة مش كمان الزمن نفسه محسسها بالوحدة وإنت تبعد عنها كأخ أو أخت أو أب أو عم أو خال سرة الرحم دي مهمة جداً ودول أولى الناس بسرة الرحم لأنهم في النهاية بيبقوا مخلوقات رقيقات جداً 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 وببلغ عجل مناحهم إنهم يدخلوا في حياة اجتماعية لأنهم مش عايزين نظرة المجتمع أرجوكم كمان خفوا عليهم في نظرات المجتمع المليمة أو الملامة وبلاش إن أنا أوجه السؤال لفنانة كبيرة جداً جميلة جداً إنها شديدة الجمان وحد يسأل أولاد أخرت سنة زواج ليه؟ دا سؤال غير منطقي وغير مقبول وأساساً أنا كمتابع محبش أسمعه ست زال أمر أكيد في يوم الأيام هتتجاوز حتى لو هي وصلت سنة 40 سن خليقوا دايماً فيقين ومذكزين لأن الناس يحساسين جداً ومش مستحملين صورة من صور إساءة الحوار أو صورة من صور النظرة الغير منطبطة ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الذي أظهرنا اليوم والذي أسعدنا دائماً ودائماً يعني بأرجع له الفضل في هذه الجمهورية الكبيرة اليوم الجمعة تحديداً ولحضور الدكتور في هذا الشكل الكبير جداً أشرف لينا وأكيد أنت لعب تدور كبير منه فأنا أشكرك شكراً شكراً يا دكتور عيني دكتور سيد الأقرس دائماً ضيف العزيز ودائماً المبدع يعني الذي يبهرنا بحواراته وإنجازاته المتميزة خليكوا دائماً مع الدكتور الحوار مثير وممتع ومستمر مع عضاية العزيز دكتور سيد الأقرس اسم المتميز القدير وحوار رائع جداً حاجة أجبني الورم اللي في الكبير ضخم وأطلع منظر بعد كده الفيلد، الفيلد واضح، رائع، راقي، رايق زي ما يقوله الورم ضخم كده وفجأة الورم أو يعني مش يعني بعد فضل يعني طبعاً العملية احنا خاصناها عملية بتاكد وقت طويل هم سرق الورم اللي في فهو احنا في الفاصل بقوله الحياة دي اتفكرتني بسرقة وابور الزلط ده الورم بيفي عمل زي بابور الزلط اتسلقته بابور الزلط يعني نشرته اللي هو الحادث القديم اه زمان اه سرق وابور الزلط في السمعينات ومش عارفين واده فين واللي سرق وابور الزلط هيعمل بي ايه يعني يعني لو اسرق عربية ماشي يغير أركامها لا وسرق ازاي وسرق ازاي بيمشي بالبطء ده وهيروح بفين يعني هركينه تحت البيت مسلا هطلع بيه والله مهاني سعباله في فيلم جميل الله يلحب مهاني سعباله المنوم الايباسيب سيرجوري اللي هو تدخل الجراحي البسيط هو فعلا كأنك بتسرق بتنشل المرض من داخل الجسم دون ان تربك الجسم داخليا ده اللي هنا بقى اه 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 انا عايزك حضرتك تقدم هذه الفكرة اه ده 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 تعليمي للأطباء تعليمي توصيل ان احنا يعني ان شاء الله في اللي جاي هيبقى فيه شكل مختلف معاك يا عيما زي ما بنعمل كل شوية ده الميومة رموفال فوروم بيرجون ليدي يعني ورم ليه في تسقصل من اه اه عزراء اه اه بنت عزراء هما بيدا يعني كوم بلين بتشتكي من اي مألم في الدورة وبالفك بين وفاجينا بلين سبع سنين اه ميديكالي هي فريم ما فيش اي شكوى لا سكر ولا ضغط مرتفع ولا اي مشاكل ومعملش عملية قبل كده وسيرجي ما فيش اي جراحات قبل كده والسونار كان مطلع ان ده انترستشيا لداخل عضلة الرحم وحوالي عشرة في تسعة ونص عشرة في عشرة ده اندومتريا عشان كده بتعمل النزيف وكان معا كيس كيس وظيفي كان ثلاثة ونص سنتي نرجع للسورة اللي بعدي او نرحل للسورة اللي بعدي وده كأنه ده الفاينل ان احنا عملنا اللابروسكوب وزدان الريفيلد الميومة كانت حوالي عشرة سنتي وعملنا انتر كربورات سوتشارينج واندمرسلاشن يعني احنا شناه وخياتنا داخل الرحم داخل بالمنزار يعني وبعد كده صلناه عن طريق المرسلاشن الفارم كأنه ملخص للحالة بنيجي نشوف الحالة التانية نشوف الحالة التانية وزي ما قلت هو دايما السؤال الذي يطرح نفسه عادة اورام لفئة كبيرة تجاهل تام لأكيد اعراض يعني هما 64 وارد وعشان كده انا كان استرعى انتباهي وتوقفت وعملت لقاء مع المريضة قبل مقصود به شرح انا عارفه اوصله للاخرين للمرضى اللي بيستمعوا عشان ليه انت سكتي ليه وصلنا لكده لفت نظري قوي برضو تفسيراتهم هو ده اللي انا بقول عليه غروب المريض بتفسيرات غير منطقية لعبت رياضة وقفت رياضة فحاسة فيه ماس حاسة فيه كتب لعنك ده العضلات بتاع البطن عشان كنت تبالعب رياضة من البطن لغاية لما اللبسه ومش عارف ايه بدأت البروزيو ازيد من اللازم ومش خصة عضلات بطن المعنى الاخير بقى هو المعنى المستغرب جدا يعني لغاية دلوقتي الامور كلها ماشي ميت فل و بطن نزيف ومش عارف ايه والواجعة في البطن وصعبة في التنفس حتة انا بدأت اقتنع انه افضل استنى لما اتجاوز هي البنت خايفة اي من انها بنت تعمل اي تدخل وانه معك جواز حتى حضرك اصررت ان انت تاخد منها يعني المعنى اللي في دمخها وانت متخيلا ان الاسهل يعني هتحلل لوحدها قلت لك لا ده انا ده يعني لو قالت لك اه هتو بقى اسهل انا ما فهمتش دي خالف طيب ازي تفكر كده اهو هي زيها زي كتير جدا من البنات بقابلهم كانوا متخيالين ان دي سامنة كانوا متخيالين ان البطنهم اللي بتجبر دي سامنة ان عضلات زي ما هي فكرت ان بدأ يحصل كرش زيها تفكرت كده ده جزء عشان نبقى شد الانتباه بجد ممكن تلاقي ان المحاطين اللي حواليها ان البطنهم بدأت تعالى قبل الدورة وكل يقول لها فيه ايه لو هي متجاوزة انت حامل انت حامل ده برضو عشان نشد انتباه ان البنات او حتى السيدات اللي بيتفرجوا لان الاورام اللي فيها اكثر الامراض شيوعا الحمدية بتستولي وتحتل الرحم الجزء التاني كتير جدا زيها زي البنات لما تتحل المشكلة وهي بنت غير ما تتحل وهي مدام هم مش عارفين ايه الموضوع بس المتخيلين انها لما تبقى مدام فده اسهل جراحيا ومش هيتأثر ممكن متخيلها ليه علاقة بغشاء البكارة فبيبقى بالتالي لا ازاي هعمل عملية وغشاء البكارة والاورام اللي فيها وهي مش متخيلة كل الجزء كان جزء من خلال البطن والتعامل هيبقى من خلال البطن مش مضطرين ان احنا نعمل حاجة عن طريق المهبل دلوقتي والكلام على المهبل ومنظار الرحمة وكلام ده بعد كده نبقى نكلمه زي ما تكلمنا قبل كده على الدخول الامن ما التعامل مع الغشاء البكارة والانسات كان حتى جزء من اللقاء اختزل ان انا كنت بكلمه بلا وليه تأخرنا عشان نقابل تحديات كده سواء اي جراح ممكن في الاخر واقف قصاد معضلة جياله واحدة الرحم واصل لغاية زيفستيرنم لغاية عبنة الضلوة يعني وبالتالي عندها تحديات ونفسها تحافظ على الرحم وعندها التحديات دي كلها اصلا يا دكتور ساد احنا عارفين انت بتحافظ على الرحم انت في حالة متأخرة انت في حالة صعبة انت في حالة ممكن اي حد يبص ويحسبها اكتر من مرة انت ممكن يحصل الناس في داخل غرفة العمليات فهي دعوة هنا لكل فتاة بجد تاخد بالها والاهالي والأسر ياخدوا بالهم التدخل المبكر افضل كتير جدا 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 وابسط كتير جدا عندما نتأخر فنفاجأ بجد ان احنا وصلنا نقول ان احنا نسأسر للرحم عشان كده كنت بقول ان لما نقول ده من العار ان احنا نقول لفتاة نشيل الرحم لمرض حميد بس ما توصلناش ان احنا نبقى من العار عشان ناخد قرار زي كده يعني 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 بمعنى اقصد كده اه حنوبا مضطرين مضطرين علميا ما نقصد كده اه ان نقصد الوعي يزيد عاوزين نزود الوعي لأهلينا في كل الكرة والنجوع وفي كل المحافزات يا جماعة الموضوع ما يبقاش الى الان الى الان اصر بالكامل سواء عرب سينة او سواء في الصعيد او سواء في بعض الكرة في ريف مصر يخجلنا او يخجلوا انهم يودوا بنتهم تتعالج ويأنسة بنتكلم انت بتقول من شوية الناس ممكن يكون مش فاهم لما ييجي ينظف بيته وبالتالي شوية التراب اللي جمحهم بدم ياخدهم وطلحهم برا يحطهم تحت السجادة محدش هشوفهم كأن المشاكل انا بدريها مش مهم حد يلحظها هلبس كرسي عشان لما يكون لابس برا محدش يلاحظ ان باطن كبيرة وانت بتخدع اللي يشوفك او انت الشكل يبقى شكله ايه او انت صحتك متكاملة طب القميس وانت بتلبسه ونازله وكرشك عالي شوية مش منكد عليك طب ما تنسل تلعب شوية تجم وتخلص الامور وخلاص وش كده كده اللي بانت جايب ومالة علي الحاج وتزعل انت ومراضك وكده وكرشي طلع او خلال طب تعال نشوف الحالة نشوف الحالة اللي هي عدد كبير عدد كبير عدد كبير عدد كبير لو تعال نشوفها ايه ايه بقى اللي بدي حصل ديوقتي هنا اه احنا اول حاجة بص هنا بنعمل حاجة من رغم من عدة الاورام اللي فيها المتدخمة وكتيرة الاول بنعمل منزار زي ما اتفقنا بنعمل منزار عشان نشخص هلفيه التساقات مع الامعاء او منديل البطن عشان ما نتورتش حتى لو هنكرر انه ده جراح لان من الوعي انك انت ما تعملش منزار عدد من الاورام غير معدود لا بالعدد ولا باللوكيشن ولا 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 وبالتالي فتحنا البطن ولسه كنا بنقول ازاي تقدر تعمل العزف المشارك ما بين اللابروسكوب المنزار واللابروتومي وبعد كده ترجع باللابروسكوب مرة تاني زي ما هنشوف بننهي ازاي شوف عدد الاورام اللي فيها اللي طرعه من مريضة واحدة شوف لما كل ده يكون طالع من حالة واحدة احنا اختصرنا اه انتو اختصرت احنا لانه احنا المشاة صعبة شوية دخلنا بالمنزار بعد كده اي المنزار من جوه لازم بص بص البطن بعد الورم اللي كان واصل لغاية الكبد واستقصرنا الاورم بالكامل شوية تجمعات الدموية المقبولة انها تبقى موجودة على شكل الرحم الخارجي بنعمل وش وغسيل وبعض المواد اللي بتساعد على وجود تجلط الدم في الجرح مش تجلط الدم داخل الاولادة او الشرعين وبالتالي يبقى احنا دخلنا جمان وحفظنا عشان نقل الفرصة الالتساقات اللي تكون موجودة من تجمعات دموية موجودة او يحصل هميتومة تجمع دموية داخل الجشاء البريتوني فيؤدي الى حرارة مرتفعة او لقدر الله التساقات او يحصل الالتهاب بريتوني فتضطر تفتح البطن مرة تانية الحالة دي وزيلة الرحيم لا وزيلة الاورام اللي فيها فقط وليها لقاء تاني عاوزين نشوفها بعد الاورام اللي فيها بعد العدد العدد ده لازم اطلع اشرحه طبعا للأهالي ونشوف هل الورم هل ممكن نشيل الاورام دي بالكامل ونسيب رحم وظيفي اطبعا ورحم يد الشغل يرجع تاني للوظيفة بتاعته اطبعا بعد 65 اه بعد 65 ويرجع تاني والدوريات بتؤكد كده وممكن يشيل اه معنا ليس دعوة للتأخير عشان نقول اه طبعا فبالتالي بنطمن البنات ضد ازالة الرحم في حالة وجود داعي جراحي لازالة الرحم داعي جراحي ازالة الرحم وكمان دي خبرات متركمة اه ومش اي حد هيقدر يقول اشيل او رملي فيها اولا بص كمان شايف ده ورملي في موجود بروتنين مش هتشوف اللي غير بالمنزار ده شايف ده مش هتشوف اللي غير بالمنزار وبالتالي يبقى ده حتى كمان احسان احيانا بيحصل ايه بيحصل لما بيكون ورملي في توستد بص شايف ده اه شايف الورم اللي في ده ده في اومنتا في منديل البطن وبالتالي الورم اللي في ده اللي بيبقى موجود نتيجة ايه انه حصل له افالشن كان ليه بيديكل وساب البيديكل وبالتالي فلت متعلق في الامنتا وخرج وبقى برازتك مين اشوف لوحده وخرجته بعد ده لو ما دخلتش بالمنزار وشفت البطن كان الورم كان الرحم كله على بعضه بالاورام كبير مال البطن اه وده ورم موجود كأنه جزء من الرحم لما فضيت الرحم وطلعته برا وبدأت تستقصر بدخولك بالمنزار مرة اخرى لقيت اومنتل فيبرويد ورم ليفي هنا ريموفل وفي 62 هيج ميومة انسة 42 سنة مش متجاوزة جاد بتشيك بقى منهم للدستنشل وفريكنس ومنسترويشن وهدك وبقى بين ميديكا لهايبرتنشن بضغط بتاخد ادوية معينة سيرجيك اللي ما عملش اي جراحات بدأنا باللابروسكوب يعني ده الصنار بيقول الاورام اللي فيها متعددة لموجودة نكمل الصورة اللي بعدها ده شكل الابرتيب ان احنا كان كبير ووصل من 60 نمبر من صنتي لعشرين صنتي وشناهم بالكامل ولو نقدر نشوف حتى في البيتولوجيك الربورت لايو مايومة مفيش فرصة اورام خبيسة مرضو عايزين نؤكد علميا حاجة مهم عشان احنا بتفرج علينا 150 الف طبيب بتفرج علينا كم كبير جدا من المتخصصين وال والكبار والمتوسطين والصغير في عالم النساء والتوجيب في حالات تستدعي علميا اندكيتب انحنا نزيل الرحم ليس على الجراح الذي يزيل الرحم في حالة اندكيتب او هو مجبر علميا وجراحيا انه يزيل الرحم اي ملومة وليس هو اقل ولا ادنى من بل الجراح اللي يفكر ويتعامل مع الورم اللي في ويسيب الرحم غير وظيفة او غميش شغال او عرضة للنزيف او في حالة نزيف ده كارثي ده كارثي ده كلام العلمي الطب الصحيح ده قواعد اساسية ليس لها جراحية اه طبعا بالتأكيد كمان انه زي ما انت بتقول هتقدر تسيب ورحم او رحم يقدر يشيل اجنة فيما بعد او سايب رحم ديستوردد اناتومي بقى كل مشوه ومنبعج دي حاجات اساسية جراحيا وما فيش نقاش فيها ممكن تكون انت كمان ممكن تكون ورحم اصغر من كده وقادلو مايوزس وفيه تغدد رحم ونزيف لا يتوقف وقلام مبرحة وبتضطر تقول المريضة انك هتشيل الرحم هنا لان يعني يا امه ما عندكش حل اخر مش عارفة تسيطر وقلام رهيبة ونزيف رهيفة بتقول المريضة اه اسباب استقصال الارحم دي بقى نقاشها فيما بعد ولكن اعوز اقول دلوقتي في العالم كله بيبقى فيه صيحة علمية ايه المشاكل اللي كانوا بتواجهك قبل كده والتحديات والتغلب عليها ازاي انك انت تقدر تقلل من فرص استقصال الارحم في وجود عدة اورام كتير هل انك انت بتدي بعض الادوية اللي بتقلل من حجم الارحم موجود زي تقدر اسمه العلمي او اسمه الازمي اه تقدر وبعض الناس بتستفيد وحجم الاورام ممكن يصغر اتقدر وبالتالي بتقدر تعمل حالة من لاباروتومي من فتح تخليدي والستقصال ارحم الى استقصال الاورام اه طبعا والثورة العلمية في العالم كله دلوقتي كده اه طبعا ولابد تكون في الرجب الحضاري المتحضر اه طبعا وبالتالي مفيش حاجة اسمعها كل مريضة اه لا في ناس كتيرة جدا استقصال الارحم بدون سبب انه استقصال الارحم ده 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 لو تحديات لا هتشيل الرحم لا فيش هسمعها كده في حالات ممكن الحفاظ على الارحم دي حاجة التاني ما بعد الاستقصال الاورام بتتحط على قواعد سواء انتفقنا نظام غذائي ونظام رياضي وحمية غذائية بشكل معين الاورام بشكل او باخر لغاية ما تقول لو هي انيسة بتحافظ رجالات المتيجة تتجاوز وتحمل وتشوف بعد كده المتابعة هتبقى عاملة ازاي هل في فرصة لريكارنس اولا لسبب لكلما تعددت الاورام اللي فيها بقت نسبة الريكارنس عالية الرجوع الرجوع ارتداد الاورام اللي فيها تبقى موجود ممكن تشيل 62 ورام ليفي لكن ممكن تلاقي نفسك سعيب كمان 20 ورام ليفي يعني اقصد انت مش هتقدر تشيل كل السيدلينج وكمان ممكن تبقى فيه كأنه برعم من الاورام اللي فيها سوى يرى اللي بيخلي اللي بيخلي اللي بيخلي 10% في السنة الاولى و50% بعد 5 سنين تلاقي ان فيه تضخم الاورام اللي فيها 10 وفيه جينات 10% رجوع و50% بعد 5 سنين وفيه جينات بما بين داخل المريضة المرضى المختلفين السنج الميومة غير المالطوب الميومة يعني الورام اللي فيه الاحادي غير المالطوب الميومة غير الورام الورام اللي فيه الاحادي نسبة رجوعه اقل ونسبة تأثيره على حدوث الحمل اقل غير المالطوب الميومة نسبة رجوعها اكتر ونسبة تأثيرها وجودها حتى وان كانت دون المستوى اكتر على فرصة وجود الحمل ودي حاجات لازم تبقى معروفة علميا عشان يبقى بنتكلم بشكل علمي مدروس وحقيقي لما نيجي حتى بنتكلم على نوادر الحالات لعدد الأورام اللي فيها الكتيرة دي مش قاعدة بنعطلها بالرصاخة ان دي حالة سهلة او حالة احنا متميزين فيها او حالة هي دي طبيعة الحالة لا طبعا مش طبيعة الحال طبيعة الحال ان لما نلاقي مشاكل هتبقى المشاكل ضخمة احنا مش عشان نحابس على رحم يبقى فيه نزيف داخل العمليات وبالتالي ده دعوة لكل فتاة ودعوة لكل امرأة تابعي جيدا رحمك استمعي جيدا لصوت رحمك لو فيه نزيف مش في وقته لو فيه نزيف غزير خدي قرارك وقربي بسرعة وشوفي لو كان فيه ورم استقصالي لو كان مؤثر على رحمك عن ان انت تتأخري فنلاقي في الاخر مضطرة انك انت تتتأخري رحمك تعالوا نشوف العملية بقى احنا شوفنا العملية هنشرح عليها طب تعالوا نشوفها عملية تانية هنشرح عليها طب يعني تعالوا نشوف حالة اه دي ايه بقى الحالة دي كانت ورم ليفي ضخم لحد اخر في القرار لدرجة انها اتجاوزت فطلقت قال ليه فطلقت من القلم الشديد ومن النزيف الشديد وبالتالي الورم كان ضخم وهي بشخصها بامها قلقنين جدا عندهم مرض الخواف خايفة جدا من غرفة العمليات كذا دكتور قال لها بجد يخذ القرار لاستقصال الورم خايفة تاخد القرار عملتها تقعز كلما تقرب داخلت اكتب من المساشفة وكلما تقرب من اتخاذ القرار تخاف بدأ يجي لها انمية ونزف ونقل دم وبرضو خايفة تاخد القرار لغاية لما توحدت كل اشلاقة وجمعتها انها تاخد القرار كان هنا الكلام معاها ازاي ان احنا نبدأ ننقشها نفسيا عن عضويا مايخرا سيعارف ان عندها ايه وبعد لما بدأت تجمع اشلاقة وبدأت تعرف ان دي لو ده قدر هنواجهه بشكل راكي جدا ونتعامل معاه وانا شفت ان نقدر ان شاء الله نحافظ على الرحم في حالة زي كده هو سابسيرس بوستيريور وكبير وضخم ان استيل سابسيرس يعني هو يقع خلف الرحم لو نقدر حتى لو جبنا هنا دلوقتي لما نقول ازاي ان احنا دخلنا بالمنزار وشخصنا قدقي ان هو هيوج وبعد كده دخلنا جراحيا العملية بقى نفسها اه دخلنا بعد كده ده المنزار الاول ان هو هيوج كنت اعاوز ان انا عارف ان فيه تغيرات بالصنار بتقول ان فيه شوية دي جنريشن موجودة لكن ما كانش فيه الكالسيفيكيشن ده كان واضح اللي هو التكلس يتحول الورم الليفي الى عظم بالكامل هو ثلاث اجزاء ملتحمين مع بعض جزئين منهم ان هو ورم لسه فلشي لحمي زي فيبرس ليفي والجزء الثالث تتحول الى كالسيوم بالكامل عظم بالكامل حتى اثناء البوست اوبرتف واحنا بنشوف الماكروسكوبك ان احنا زي بنشوف ده مرض هل هو يعني نوع هل فيه ايه الدجنريشن اللي موجود داخليا الماشرط بصي هنا دكتور ايمان شايفي هنا ده الكومن اليك واليوريتر هنا على الراحي الرايت الورم كان ضغط على الكومن اليك وعشان كده كومن اليك ده شريان الشريان الاساسي في الحود والحالب عليه عشان كده قلم رهيب جدا في اللوين بين بسبب ان الورم عامل كومبريشن سيمتوم بص بص بدأنا نعمل نفس القصة ازاي نقدر نعمل بالبايبولر ونفس البرينسب اللي بتاعتنا بتعمل حاجة اسمها ايه؟ انت عشان تخيط انتر كوربوريال هتعمل حاجة اسمها اوبليك هنا المرض ازاي انت تقدر بقى عملنا كأنه line of incision خلاص وبنقلل ال time factor ازاي تقدر تعمل مرحلة تانية انه هو يبقى لابروتومي لو جرينا شوية ونقدر زي ان احنا نقول مرحلة الكونبيرشن احنا نحاول من الابروتومي للابروتومي اند باك اه نرجع تاني للمنظار نبدأ ببنظار وبعدين نفتح فتحنا عليه فتحنا الكابسول ووسعناه لو نقدر نروح للمرحلة التانية يعني عاوز بس عشان نلحق نعرض اكتر من حاجة النهاردة احنا كده مشين احنا هو يجري كده على فكرة يجري ووسعنا لنفسنا قد الميومة اسكروه وسعنا لنفسنا لغاية لما عملنا انكيوليشن بالكامل نحاول نفتح فتحة اللابروتومي اه تفريغ او بمعنى صاحب نفصل اه طلعنا طلعنا الميومة اه مثلا اعد اختصار النهاردة احنا بس عشان بنخاف نجيبلكو شكل فتحة الجلد من برا ده الورم الليفي الورم الليفي من جوه واضح الواضح ده ده بعد ما سقصنا الورم الليفي والرحم تاني تحت عينينا باللابروسكوب لما سقصنا الورم الليفي هنطلع ده جزء من البروتونية الفاتة يعني ادي منظر الورم منظر الرحم واضي المبيضين واضي الأنبوبتين واضي مفيش اي تجمع اي تجمع وعملنا طبعا شوف المبيض اللي ما كانش باين لو احنا شوفنا هنا الحالب بابص بصورة مبقاش في اي موجود الحالب والكومن الياك اتشال عليهم الضغط الموجود لو جينا بقى لو رجعنا لتفصيل الورم هو قد ايه و احنا بنفتحه وبتشوف الورم الليفي الليفي بين ان هو ليفي والالياف بين الالياف والرنجد انها الياف ويتحول الورم الى كالسا معظم بالكامل نتيجة ايه كنت بتسأل نتيجة ان الدورة الدموية اللي كانت بتبقى موجودة شبكة عنكوبوتية حوالين الورم فالورم لما حصل وصل انه بقى الربد لجروينج بقى تضخم وكبر جدا بقى الشبكة العنكوبوتية اللي حواليه مش قادرة تغذيه فبدأ يحصل ديبوزيشن للكالسيوم فيه تلرابس بكالسيوم هو ده الكلام هو هو كالسيفائي فيبرويد عندما تصل الى فيبرويد الى فيبرويد وكالسيوم ديبوزيشن فيبرويد والفيبرويد تيشو والفيبرويد اه ده بقى بيشرح طبعا اه وحصل ديبوزيشن زمن موجود يبقى احنا كمان تفسير للناس تأكل في الورم تفسير للناس وده البرد الهيوش كالسيفائي فيبرويد من 32 سنة واللي احنا قلنا ديفورسد وسيرجيكا اللى مكانش قبل كده اللى غير كان اسبوع عاملك قبل كده هسترسكو هو احنا بدأنا الولاد منزلوا الاول صورة نزلوا لصورة الورم احنا لاينا نفسينا جوا العملية اه ده منظر الورم اللى في سواء كان بدأ انا كان نفسي اعرف بس الحالة اول هاي يعني كان نفسي اشوف المريضة عندها كم سنة المريضة كم سنة وبتاع الشاشة دي معرفش راعت فيه مش موجود بس اللي خادت دي كان ممكن نستعين على بس ما جابوا ليه اتعرض الهجئنا بعملية لانا نفسينا في وسط مش هالب تفصيله طبعا واحنا مرتبين عدد من الحالات الكتيرة طبعا فالاورام النفاية ومشاكلها لو نقدر بعد العملية نجيب شكل الورم بس اللى انا عاوز اوصل للناس قد ايه احنا اه حرسين ان هما مبقاش يشوفوا عمف لكن هما علينا بهم لمستوى علمي يشوفوا التغيرات لان احنا دلوقتي كيف تتحول الاورام الى عضم كيف تتحول المبيضين الى عضم عملنا كم حالة اللى كان فيه اكتر من مبيض تحول الى اسفهايد تيشوز وتحولت الى عضم وكالسيوم ودى الاورام اللى فيها تتحول الى كالسيوم ودى لما بنتاخر في قرارنا وحجم المشكلة الصغير لما بيكبر وكنا متخيلين طالما البنت قدرت تصبر واليوم بيعدي والشهر بيعدي والسنة بيعدي مفيش مشكلة والمشكلة عمالها تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما في الاخر خالص كنت بتحب بنتك فاتخرب بيتها وطلقت كنت بتحب بنتك فبقت عندها مشاكل جدا وفي الاخر بتصنى الارحام كنا بتحب بنتك بقت عندها مشكلة كبيرة جدا بسبب انها تأخرت وبسبب انها حصل كمان مشكلة ممكن تكون في الانجاب او في الاجهاض عاوزين نبدأ دايما نحن مشاكلنا بدري مبكرا اذا كنا بنقول لو الوقاية خيرهم من العلاج فبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد التشخيص المبكر خيرهم كثيرا جدا 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 من العلاج المؤكد وان كان تأخر عايز كما انا عملية عشان اللي باحنا نوعنا احنا كبنا ورم كبير جبنا اورام عديدة جبنا ورم متكلف كل حالة يعني ايها قصة تعالوا ادخل على العملية القادمة ويا رب ما يعملوا فينا الحركة اللي عملوها في المرة اللي فاتت وجبوا لنا عملية بشكل مفاجئ يعني ايه نعرف الاول احنا نفاهم الناس احنا بنتكلم عن حالة عامل الزي هلنشوف الحالة اللي جاية الحالة اللي جاية حالة برضو من الحالات اللي فيها اورام لفي تعالوا نشوف هلندخل على العملية على طول طيب ورين يا سيد العملية على طول وبس نعرف الاول اللي احنا فين في العملية بالزبط ده ده عملية دي مش اورام لفي دي هنا حالة تانية خالص ونقلة تانية خالص 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 من مريضة متزوجة حديثا بتشتكي من الام رهيبة جدا 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 دخلنا بالمنظر مرحلة دي جميلة جدا جدا وفيها تحديات رهيبة رهيبة وتحديات في التشخيص دي أنسة دي أنسة أنسة بتعاني من الام رهيبة بتشخاصة على اساس ان فيها اكياس دمائية دخلنا بالمنظر بس يا دكتور ايمان هات الصوت من الستوديو لو سمحت الصوت ليش من الستوديو من داخل العملية من داخل العملية جميلة جدا دكتور ايمان اه فيها اه هات الصوت ماذيكة وريني علوا الصوت علوا الصوت شوي ده صوت الماذيكة هو ده ما لا هنا فيه التصاك ما بين اه هنا احنا دلوقتي في ده المبيض مبيض واحد متضخم بالكامل قافل منطقة الحود بالكامل واخد تجويف الباوشوب دوجلس الكيس كبير جدا لدرجة ممكن يبين انه هو والمبيض التاني بص بقى هنا بعد ما منشيل المبيض تماما وبنرجعه ومنشيل الالتصاكات والالتصاكات بتشيلها بيري متيكليس قريب جدا وبنسبش الالتصاكات لانها عبارة عن فايبرا سيشو فيها اوعية دموية لو سبتها عندها سداد للالتصاك مرة اخرى طيب ده ده برضو الالتصاك جاب لسه الى الان اه الى الان احنا داخلين بالتدريج بتفك الالتصاك وبتكل الالتصاكات دي تستقصل عشان هستو باثولوجي كيس ارتشاحي موجود شكل من اشكال بطنة الرحم المهاجرة مهم الكيس التشوكريت انفجر بنفض الكيس وبنبدأ نحرر المبيض لو الصوت يا رجع دكتور ايمان ان هنا في مفاجأة رهيبة جدا تعالي نشوف كده من جوة قط العمليات سمعنا كده من جوة قط العمليات المفاجأات برضو مش مش كان بس يا دكتور ايمان اه هنا تحت المبيض الايمان شايف ده هات الصوت بقى هات كده الصوت من جوة دي ازاي ده الدوداي اهه بالكامل مجدودة بالامعاء ومحجوزة تحت المبيض اهه كيف هتم تشخيص بس الزايدة فين الزايدة الدوداي نكمل كده واريني سمعنا جوة محدش ولا في الدنيا هيعرف يشخص دي نمسك الزايدة بس بس واريني هنا بس واريها بقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 هنا بقى هنا الزايدة الدودية لقيناها مكان غير طبيعي وبالتالي قلم شديد جدا في الناحية اليمين قلم شديد جدا متشخص على انه بطانة راح مهاجرة كيس دموي بدأت ناخد بعض الأدوية عشان تنشف الكيس الدموي ما استجابش لكده وعندها القلم ومتشخص القيء والميل القيء والحرارة اللي موجودة على انه كيس الدموي بس اصلنا يعني فرغنا الكيس الدموي من محتوياته وبعد كده لقينا تحتيز زايدة بالكامل متاخدة بالسيقم نزلة ومحجوزة وملتصقة في جدار الحض قفل الباوش بدوجلس وقلم رهيب استبعدنا او استبعدنا الزايدة الاول ورجعنا في مكانها الطبيعي وبعد كده هنشيل هنا ازاي بقى كمان ان احنا هنبدأ نستقصل الكيس من داخل المبيض والحفاظ على المبيض هنا التحدي التاني بقى ازا كان المبيض هو مغزن البيضات المولود بيها اي طفلة واي مراهقة ازاي انك انت هتقدر تستقصل الكيس الدموي من داخل بس الشربي ما بين الكابسولة ما بين الاوفيريان تشو الفاصل هنا وما بين هنا الايه السيست بص شوف التراكشن والانت تراكشن موجود بكوة بشكل معين وفق برضو شوف البلينوف كليب بنجري هنا ازاي واصلة جدا ادي الاوفيريان تشو نسيج المبيض عن ناحية اليمين في ايد اليمين اللي فوق والايد الشمال اللي فيها الاوفيريان بينهم الكابسولة اللي هي حوالي ايه نص ميلي نص سنتي خمسة ميلي ادي ايه انك انت هتشوف التراكشن والانت تراكشن خلي بالك الايد اليمين اللي هو ساحب المبيض لو قد ايه ان المبيض ممكن بيبقى فرايبول فتلاقي جزء من المبيض بيطلع مع النسيج عشان كده لما بيقولوا للناس ان فيه جزء من المبيض او مخصول المبيض بيقل بعد السقصال كيس البتشوكلت سيست دي حقيقة لما بيقولوا بالرغم من التحديات الرهيبة ناخد بالنا كتير جدا من الكي اللي ممكن يكون موجود على المبيض لانه ممكن ندمر جزء من المبيض بالكي نموت جزء من المبيض اللي هو فيه مغزن البعيدات دي حقيقة وبالتالي ادي كمان الزاي ده جزء اصيل بيسموه ايه الزاي ده هنا بقى بيسموه الانينفايتد جست يعني الضيف الغير مدعو جاي في مكان مش مظبوط جاي في مكان مش مظبوط من مكان طالع من فوق وبقى جزء اصيل من المشكلة ازاي جزء اصيل من الالتهابات الموجودة في الحود وجزء اصيل ان هو جزء احيانا بيبع دخل في فرح الالتهاب اه اه دخل في عزوم الالتهاب اه في عزوم الالتهاب من غير اي دعوة وبالتالي قلم رهيب وبقى جزء من القلم اللي موجود اللي يضل تشخيصه لو اتعملت جراحة تخليدية ممكن تلاقي الزاي ده مستخبية تحت اللي تشوكل السيست ولو اتعملت بمنزار وانت ما كنتش مؤهل انك تستقصل ازاي ده الده دي فمش هتشوفها وبالتالي لازم يكون يعني فيه قواعد لمنمان انفيزيف سيرجري عشان يبقى فيه هنا بنعمل جزء بقى اصيل جدا في العملية ايه هو بنعمل حاجة اسمها اوفيريون ساسبنشن اللي هو بنعلق المبيض لان لو سبناه التساقات جهزة والتهابات جهزة فبنرفع المبيض من يومين لأسبوع على حسب الحالة لغاية ما يحصل في مكان الالتهاب اللي كان موجود اه تكوين نسيجي هدي الالتهاب وبالتالي لما نبدأ نقلل الالتهابات تحت وفوق فيه فرصة فرصة الريه انفورميشن للأدهيجن في الاسبوع الاولاني وبالتالي الاسبوع الاولاني لو احنا رفعنا المبيض بعدناه عن مكان الالتصاق على وعدنا الاسبوع ده بقى فرصة الالتصاقات اقل ان شاء الله فرصة حدوث تاني انسجامة بين الاعضاء وبعضها وفرصة حدوث حمل طبيعي لمعمولة احصائيا بقيت عالية كتير جدا ودي نموذج لحالة تانية لبنت للتدخل الامن في وقت محدد واكتشاف شكل اصيل من الانفايتد جسد مريض للجزء من المسانة احيانا المسانة اللي بقول ليه واحيانا تاني هو زيد الدوداء والتهاب والتخلص من الالام والتخلص من المرض ومن غير ما نخش في مشاكل اصيل قبل ما نمشي في دقيقة سريعة ايه نصيحتك الاساسية لكل الناس اللي بتعاني النهاردة احنا خدنا امثلة اربع امثلة تقريبا خدناهم او خمس امثلة مهمين مختلفين يحكموا كلهم تأخر التحرك وتجاهل الارض عاوزين نقول ان احنا كنا كتيرا جدا اللي نعلم عن امراض نشيء كلما نتعلم عن امراض نشيء بنستعدل المرض عدوه وكل ما بتعرف حاجة عن عدوك بتستعدله استعداد سواء كان المريض نفسه اللي هو يمتلق العدوه جواه او الطبيب اللي هيتعامل مع مرض عدوه داخل انسان ادي حاجة كلما تأخرنا المستعمر بيزيد من فحولته ومن سيطرته وبالتالي تبقى المشكلة اضخم عاوزين نزود الوعي للناس عاوزين نقول ان لأ بنتعامل مع الانسات بشكل من من شكل من الخوف الابوي على كل طفلة وعلى كل انسة شايفين مستقبلها زي ما ابوها واماها شايفين مستقبلهم مش الجراحة بالنسبة لنا سهلة يلا نعمل جراحة او في الجراحة راحة زي ما بتقال وبالتالي منقول يعني كلما كان التدخل مبكرا كلما كانت المشاكل اقل تعقيدا واكثر امانا امانا والواضح الرسالة اللي احنا وصلت لنا النهاردة انه ينبغي ان كل اهل مريض يكونوا حواليه بشكل جيد جدا بدون ان يضلوه بدون ان يكونوا عامل سلب بدون ان يكونوا عامل ضغط ما تاخدش بنتك او ما تخديش بنتك الخالة العامة ما تدخليش في الطب ما تدليش بدلوك ارجوكم الخالة والعمة دول خطرين جدا لو قدلوا بدلوهم في امور طبية ما تتكلميش وما ترتديش يساوي بالابد مش بتاعك انتي خالة عامة اققى فيه جنب ماديا لو انتي هتساعدي لو معنويا انتي بتدعمي اهلا وسهلا على دماغنا لكن تقولي لأ ومش اعرف ايه وما تعملوش كذا وعملو كذا مش من حقك انتي بتودي البنت دي في ستين الف مشكلة بسبب تدخلاتك اللي بتبدي وانتي بتبين ان انتي خايفة على البنت جدا لكن انا التدخل الغير منطقي ده دلالة على عدم الخوف ودلالة اساسا على انك انتي مش وعي انت بتعمل ايه تنورتنا يعني نورتنا وكالعادة ابدعته والحقيقة حوار في منتهى الاهمية في منتهى التنوع علم دقيق راح جزء منه للاطباء بشكل رائع جدا جدا عمليات مهمة جدا تفاصيلها الدقيقة مهمة للغاية ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة بس دكتور سيد الاخرى انا ضيف في الدكتور شكرا خليكوا دايما مع دكتور اشتركوا في القناة